بسم الله الرحمن الرحيم ايام سعيدة جدا يعيشها النادي الاهلي ايام فيها كل المعاني والتفاصيل ولعل هذا ما يدفعنا الى ان تكون حلقة الليلة هي فقط بعنوان ايام الاهلي ايام الاهلي بكل معاني الكلامة باشونس مؤكد كل ما شاهدنا خلال فترة الماضية هو شيء يعني الحقيقة استكمال لحالة الزهوة والفخر والاداء الرصين اللي بيميز النادي الاهلي ايام جميلة في كل شيء حنستعرض هو مضمون الحالة مش هنخش في سياقه متسبالك لكن بس اذا بعد ما تقول المحتوى سيبتني اقول نص كلمة فضل طيب ما اشبه اليوم بالبارحة البارحة اللي هي كانت في بداية التسعينات عندما انطلق شعار الاهلي فوق الجميع لان مجموعة من الاصدقاء المتمسكين ابناء النادي الاهلي سبعتاشر واحد نزلوا مع الكابتن صالح عايزين نختار منهم عشرة فنزلنا جميعا تحت الشعار الزمنا انفسنا به من يومها وحتى اليوم الاهلي فوق الجميع تعاوننا جميعا وبقينا نقول اي عشرة بالسبعتاشر هيعمله مجلس ادارة بقيادة الكابتن صالح يعني يقود الاهلي الى مستقبل رائع جدا وما كان من 92 او استاذ ابراهيم حتى من 92 ل 96 كان عصر جميل جدا وزاهي ملتزمين به جدا و96 ألفين دورة جديدة بعد كده أصبح دستور ملزم لكل أبنائه اللي هما في مركب واحد اللي تعاودوا يكونوا في مركب واحد ولكن زي اي فريق انت عندك 30 لعيب بس بتلعب ب11 و بتغير 5 فهو ده لازم يكون مضمون شعورنا جميعا من اخواتنا واصدقائنا اللي نزلين الانتخابات هذه المرة بحيث ان احنا برضو ما تخرجش يزيل الانتخابات بشروخات الانتخابات اللي بنشوفها بكل حد ولكن تخرج بالعلاقات السوية السليمة اللي اعتاد عليها النادي الاهل بكرا ان شاء الله سبع مساء يغلق باب الترشيح لانتخابات مجلس دارة الاهل عارفين حضراتكم ان الانتخابات تجرى يومي 25 و 26 نوفمبر ان شاء الله طبعا الكل يحب يتطمن على كابتن محمود الخطيب اللي دخل انبارح المستشفى يعالج من بعض المتاعب الصحية الطريقة اللي ألمت به بعد الحفل الكبير اللي شفتوه انبارح حضراتكم استمتعتوا به كابتن دخل المستشفى الحمد لله الحالة مطمئنة جدا يمكن النهاردة حصل كنسولته ما بين الدكتور احمد فرهود الطبيب المعالج له والدكتور حازم ياسين طبيب العيون كان فيه كنسولته معاه النهاردة في المستشفى اتطمنوا على الحالة بشكل جيد جدا خلال ساعات يخرج الكابتن الخطيب ان شاء الله من المستشفى فعلي بس عايزين نوضح الدكتور فرهود ده دكتور المخ والعصاب والعمود الفقري والدكتور حازم ياسين ده دكتور العيون والاتنين اللي بيبشروا كان كل المسألة هل هناك علاقة بين هذا وذاك يعني انت تطمنوا في الزل ضغط العمل وال لا ضغط ايه ده الشهر اللي فات شاف ثلاث احداث من اعلى ما يمكن كابتن الخطيب كان يوقف بالساعات على المسرح يتحامل ويشرح ويقول ويكرم فمجهود خارق طبعا يضف اليه الاستعداد للاتخابات ودي فيها اجتماعات من الصبح يعني كان يطلع من اجتماعات مع لجنة الحكماء الى المسرح مجود خارق بزاله الكابتن الخطيب كان من اثره انه شعر بهذا الارهاق واللي كان فيه خشة يكون له علاقة بمشكلة العين لكن انت تطمنت من من كل المحيطين بالكابتن الحمد لله الكنسولتو الطب اللي اتعامل طمنه على حال بشكل جيد خضع لبعض الفحوصات وبعض الاشعات الدقيقة المهمة لكن الحمد لله الى طباء طمأنوا تماما وخلال ساعات يغادر الكابتن الخطيب بسلامة الله المستشفى ده عن الكابتن الخطيب والكل بيقول له سلامتك يا بيبو ان شاء الله ترجع تزاول عملك ونشاطك العين بأحسن ساعة داخل على فترة مهمة جدا صحية يخود انتخابات لحد دلوقتي ملمحها مش بينة بكرة حيبان مين اللي نازل ومين اللي مش نازل بشكل نهائي المنافسة هتكون على اي مراكز هنلتزم بما يقره نادي الاهل من سياسات في هذا الامر كدأبنا وبس انا عايز اقول حاجة لاني نازل تقول لك لا ما انتوا الانتخابات لا الانتخابات اللي فاتت احنا ما كناش بنخوض فصول بالانتخابات احنا كنا معركتنا في اختراق النادي الاهلي والنظام الاساسي لاي حتى النظام الاساسي ولم نروج باسم واحد نازل في الانتخابات خالق لكن دي كانت معركتنا صحيح طيب ده عن الانتخابات لكن تفاصيل ايام الاهلي هتشوفوها ان شاء الله خلينا اقول لكم بالنسبة للمنتخب الوطني النهاردة صدر تصنيف تصنيف شهر اكتوبر من الاتحاد الدولي لكرة القدم تصنيف بقى اخباره مهمة جدا لان انتوا عارفين تصفيات كأس العالم في مجموعة افريقيا مثلا احنا بنتكلم في عشر مجموعات هيسعد اول كل مجموعة العشرة اللي هيسعده هيتقسمه حسب التصنيف التصنيف اللي اعلن الدورة الجديدة بتاعته في اكتوبر النهاردة فالعشرة بيتقسمه النظام الف ضد نظام بيه وبيتعمل قرعة طيب النهاردة مين في الف ومين في بيه حتى الان الموقف زي ما هو لسه السنغال في اول التصنيف الافريقي عندها الف خمسمية اربعة وستين نقطة هي العشرة عالميا لكن هي اول افريقيا تونس التانية الف وخمسمية خمسة وعشرين المغرب الف وخمسمية وطلعتاشر الجزائر الف وخمسمية وتسعة نيجيريا خامس افريقيا هي ديت المنافس المباشر لنا عندها الف ربعمية تمانية وسبعين نقطة مصر بعديها الف ربعمية سبعة واربعين نقطة يعني احنا الف ربعمية سبعة واربعين ونيجيريا الف ربعمية تمانية وسبعين تسعة واربعين تسعة واربعين هي بوينت خمسة وتمانين غانا بعدينا على طول الف ربعمية ربعة وعشرين كودفور الف ربعمية ربعة وعشرين والكاميرون الف ربعمية وطمانتاشر وما يسمى جنوب أفريقيا مصر عندها فرصة تتخطى نيجيريا وتدخل في الخمسة الكبار فرصتها صعبة جدا لازم نيجيريا تخسر المباراتين اللي بقين لهم احنا نكسب أنجولا في الواندا ونكسب الجبون في القاهرة وهم يخسروا ماتش من الماتشين او يتعدلوا المباراتين في الحالة ماتشين هما عندهم ماتشين واحنا بقين لهم ماتشين يخسروا ماتش ويكسبوا ماتش او يتعدلوا ماتشين او يتعدلوا ماتشين وتروح تكسب انت مباراتك في كأس العرب هما مش داخلين طبعا كأس العرب لكن بطولة كأس العرب اللي هتقام في الدوحة نهاية هذا العام مدرجة ضمن أجندة الفيفة فعندك فرصة ان انت تحسن وضعك لكن بخلاف كده لا هيظل التقييم زي ما هو لغاية مارس اللي جاي ان شاء الله اللي هتجرى فيه القرعة بعد كأس الأمم الأفريقية ربما كانت الفرصة في كأس الأمم الأفريقية تسنح ان احنا نعدل هذا الوضع بإذن الله لكن حتى الآن احنا السادس ونيجيريا انا بس عادي علق على الموضوع ده الناس مهتمية قوي بفكرة ان احنا نخش في الخمسة عشان نتجنب الخمسة المصنفين الأوائل انا شايف ان انت في الظروف الطبيعية اعتبر نفسك يا سيدي وصلت فينال معاي فرقة من دول فيعني مسألة التصنيف اللي هتحكمه كأس العرب اللي هتتعمل قرعته في 18 ديسمبر القادم انا مش معني اول تصنيف دلوقتي قد معني ان فرقتي تبقى تعبر عن نفسها كما ينبغي بحيث ان انت يا سيدي لو لعب هذا الفاينل معاي فرقة او من نحل فندي حاجة مهمة طبع انما نقعد نقول التصنيف ونحبط ونقول مين قالك تموك تتحطف التصنيف الاول وتجيلك فرقة طلعك اذا ما كنتش انت كويس لازم مصيرك يبقى في ايدك يا سيدي طيب الخمسة الاول حتى الان متصدرين مجموعاتهم يعني الجزائر تتصدر مجموعتها تونس تتصدر المجموعة التانية ناجيريا في صدارة التالتة كودفور في صدارة الرابعة ومالي ومصر وجنوب افريقيا والسنغال والمغرب كلهم يتصدر مجموعته في التصفيات وتنزانيا اللي بتتصدر المجموعة العاشرة ده يمكن ابرز حاجة النهاردة حصلت فيما يخص هذا التصنيف اللي بنتمنى ان شاء الله لما القرعة تتعمل في 18 ديسمبر لكأس العرب في الدوحة يكون الوضع بالنسبة للمنتخب فنيا يعني كفاية ان احنا محمد صلاح في قمة توهجه وتقلقه بقية اللعيبة المحترفين والمحترفين في الداخل ايضا في افضل حالة لكن في كأس العرب هنكون محرومين من المحترفين في الخارج تعرفين بطولة كأس العرب الاتحاد الدولي بينظمها عشان قطر تقدر تختبر كل قدرات التنظيم قبل المنديال كارلوس كيروشي المدير الفني للمنتخب هيكون معني بقى الفترة الجاية ازاي يقدر يتابع ويرائب كل مباريات الدوري عشان في كأس العرب ما عندوش محترفين في الخارج فهتعتمد على اولادك وبإذن الله حياجد ضلطه عندنا من المواهب المحلية ما يمكن استنساخ جيل 2006 بإذن الله طيب ايام الاهلي خلينا الاول نبدأ بليلة القيمة والكبرياء لانه اللي حصل مبارع في معهد الموسيقى العربية يحمل هذا العنوان دليلة القيمة والكبرياء قيمة الاهلي لما ينظم ازاي يقدر ينظم حدث يليق بالنادي الاهلي ويليق بمن يتم تكريمه اتنين من رموز النادي الاهلي الكبار كابتن حسن حمدي والدكتور حسن مصطفى منحهم الكابتن محمود الخطيب بالامس قلادة الاهلي الزهبية تقديرا وعرفانا وامتنانا بمشوار كبير وطويل في العطاء للأهلي والرياضة المصرية كنت هناك يعني انت عملت وقول لي سبتيني وروحت روسيا انت سبتيني وروحت الموسيقى العربية طيب انت سبتيني اتعرض ايوه لحيرة ما بعدها حيرة ليه انا رايح الدكتور حسن مصطفى قال لي عاد لي هما دلوقتي عادين يعملوا نظام ان كل واحد انا حدد حد يتكلم عني وكابتن حسن يحدد حد يتكلم عنه اي وعادين فقعدت قبلها بيومين وراجع مع الدكتور حسن المعلومات الذي ينبغي ان تقال على المسرح مع اهم الصور وجهزنا كلام كويس بحيث ان اطلع اقول البانوراما وراءنا او الصور بتعرض خلفية تكريمات الدكتور حسن اسمها البلازما بيسموها البلازما اشتغلت على كده وهو الراجل لحد الساعة سبعة بتجيلي الصور من سويسرا لان انا ذكرته يا كابتن حسن انت قابلت حسن مصطفى قابلت معظم زعماء العالم وكانوا يستقبلوك بشكل دبلوماسي في اي بي اه طبعا الرئيس تحت دولة اه لا يا هواب لاتر لما جيه قابل الرئيس عندنا مقابلوش قابل الرئيس مبارك قابل كده اعتقل قابل كده لكن في 2004 مقابلوش يعني مش بالضرورة هي ليه علاقة بمكانتك انت يعني انت الناس شايفك ازاي فكان زي قيوتنا النعمة ما كابتن عادل او الزعيم عادل امام كان يروح اي دولة عربية يستقبل ايضا لدى القيادات بتاعته فجات لنا الصور انا اول ما وصلت قالوا لا فيه تعديل بسيط يمكن يطلع كابتن حسن وكابتن حسن يتكلموا عن نفسه قلت لهم انا قاعد شوفوا انتوا عايزين مني ايه لان انا حسيت ساعتها طب ما كنت روحت مع عبرين بقى في الله بعد شوية جوم قالوا لي لا كما كون كابتن شوبير حيطلع السدعيك تتكلم عن المفاجأة بقى لكن الحقيقة هذا دولته انا وكابتن شوبير يارب نكون قدمنا صحيح الواجبة بالشكل اللي يليق بالقامات دي طبعا وكان يتوقعوها مننا طبعا وطبعا يعني هي بس اختادت حاجة انك اختصرت بعض التفاصيل اللي انت كنت عطلت على تقول على المسرح ما كانش عندك حرية بقى انك تقول كل كل كلام اللي انت متوقعه والذكريات الشخصية اللي بتربطك بين ده وين ده اذا كان في فرصة نقدر نستكمل بعض الأمور هنا انت لازم انت تقول لي يعني المحتفى به اولا كابتن حسن حمدي ايه اللي انت ما قلتوش عن كابتن حسن وكابتن شوبير حرمك منه لانه هو فضل مستني لك اول ما وصلت لنقطة قالك انا نطيت عليها جبتها اكملا ايه بقى كنت عايز تضيف ايه لا انا كنت عايز اتكلم عن كابتن حسن حمدي اي اي يعني انا اتكلمت على الملمح بتاع شخصيته اي انه هو قدي منظم وقدي مرتب وقدي بتاع لوائح وقدي بيعمل لنا ناسي وهو فاكر وقدي بيورطنا ان كل شيء لازم بيبقى مكتوب ويتابع من هذا المنظور وبعدين النجاحات اللي حققها من خلال هذه السمات الشخصية اي اه انما يعني كنت عايز اقول ان كابتن حسن هو امتداد لبعض القامات اللي انا عاشتها وكيف كان كابتن صالح يثق فيه ثقة اه مطلقة ويعني يسمح ان هذا الكادر ينمو في وجوده يعني على عكس الناس اللي بتحصل في كل الاماكن رئيس المكان مش عايز حد يتوهج عليه لا ده كابتن صالح سمح لكابتن حسن بهذا فيأتي كابتن حسن يسمح لكابتن الخطيب بهذا واخد بالك المسألة مسألة انك انت بتشتغل للمكان فالثقة اللي كان الكابتن صالح اطلبه في لندن يقولي هو حسن رأيه ايه فاذا حسيت ما تقولوش رأيه غلما تعرف رأيه اذا حسيت ان احنا متوفقين دان ما حسيتش خليه كلمني وهكلمك على طول وكان دائما في دعم القرار اللي بيتاخده والدليل على كده هو قرار ايقاف 17 لاعب في 85 اتخذه كابتن حسن بكل طبعا حرصه نمشي لأحيات اما اقولك رحت قلت للمجلس انا مشرف فوضوني صلاحيات سكرتير مدير الكورة عشان اقدر اخد بعض القرارات اللي خاصة بصلاحيات مدير الكورة وهو كان لو عمل اي حاجة الناس مش هتقول لي تب تعمل ايه واخد بالك فييجي كابتن حسن ياخد هذا القرار وهو متأكد من وفقة الكابتن صالح ودعمه لهذا القرار مش هيقدر حد يروح ياخد قرار تاني بالكابتن حسن برا كابتن صالح برا هذا الاتجاه التناغم هنا انت القناعة بمبادئ الاهلي القناعة بتقاليد الاهلي القناعة ان انا لما اخد القرار الذي يتصق بتقاليد الاهلي حاجة دعم من رئيس النادي والعكس صحيح حتى يومينا هذا الناس بتشتغل بهذه القناعات ايه فده اللي انا كنت عايز اأكد عليه وده اللي يوصل ان كابتن حسن حمدي يبقى سفيرا للرياضة من قبل مؤسسات دولية راح النمسي استلم هذا قطلت اليورو في النمسي اخترته سفيرا لليورو سفيرا لليورو اه 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 ده كان اه في بداية مجلسه يعني ايه تقريبا يمكن الفين واربعة اه اه فده كلام معناه ان اه سمع سمع يعني انت لما تحصل الرابط بقى بين دكتور حسن مصطفى ماهو نجاحه المحلي في تغيير وجهه كرة القدم اه كرة اليد محليا هتحلن نخش عدوا بمجلس ادارة الاتحاد الدولي اه يفوز لمصر بكاس العالم للشباب هنا لأ البداية بس اتكلم عن البدايات انا ليه باربط الامور اللي ما درتش اشرحها وهذا الربط انك انت اللي بيزكيك نجاحاتك المحلية ومرة سألوا العقاد المخرج العالمي مخرج الرسالة وعمر المختار ها السؤال التقليدي لما جيه مصر هو احنا ازاي الفن المصري يوصل للعالمي قال له عندما تتفوق في محليتك لدرجة تلفت نظر العالم الى واقعك اذا التفوق المحلي وده نرجع تاني نقول هو منتخب مصري امتى يلعب من غير الدوليين لازم تتفوق محليا وده اللي حصل 2006 2008 2010 كان اقوى نصرك مش محترفين كان عدد المحترفين محدود في المنتخب وقتها نرجع تاني لتجربة الحسنين في هذا الامر ان تفوق كابتن حسن حمدي لفت نظر يبقى سفير اليورو ويروح النمسا يتقلد هذه في مراسم تقلده هذا اللقب يعني او المنصب وبعدين تلف الايام ان يكرم بعد ان ترك موقعه كافضل رئيس نادي في افريقيا الكافي كرمه في اسيوبيا وهو الراجل مش رئيس النادي وقتها لكن تذكر انجازاته وعرف ان هي دي بتاعته الكابتن حسن حمدي كنموذج اداري خد مؤسسة جبارة زي الاهرام وعملها وضع اقتصادي من خلال الوكالة بفكره والتزامه الصارم بالنظام النظام النظام يعني ليه ما كنت قاعد معا ما تقولش كلمة الا موثقة فكان دائما هذا الاسلوب يقيك شر ان حد يطعن على اي قرر انت بتاخده وبعدين يسيب وراء مدرسة تقدم الخطيب بعد كده انه يقود النادي الاهلي بهذه المعايير وهذا الحرص وهذا التطقيق والاستناد الى التاريخ انا بقولك عشان كده بقولك استدعي تاريخك عشان ينجحك في مستقبلك تشوفوا استقبالها فما يجي كابتن حسن مصطفى بقى انه نجاحه المحلي يدخلوا اتحاد الدولي بعدين يبقى رئيس اللجنة الفنية التي ترسم الخطة الفنية للاتحاد الدولي وتؤثر على دي صور وهو مع يعني بس ياليك كانوا كتابولنا عشان انا اعتقد ده رؤساء وزعون ده ده رئيس فرنسا وحنشوف له صور مع مادل اولبرايت مستشار النمسا وحنشوفه ميركل وحنشوفه مع رئيس اهي ميركل اه وحنشوفه مع رئيس وزراء انجلترا في مناسبة اخرى وحنشوفه مع حتى في تونس لما راح يعني ده ده الفق يعني يعني انا انا بس كان نفسي لان انا مش مش هقدر اتذكر كل لكن كل دول قيادات دولية وعالمية حتى ما سابش الصين ما سابش حتة لان دكتور حسن مصطفى من خلال شغله بقى في الاتحاد الدولي عمل ايه نقل تجربته المحلية انه نشر اللعبة اللعبة دي كانت في اوروبا اسياد وعلى استحياء شوية في ايه في افريقيا لكن لما راح قدر يرفع المستوى العام لأفريقيا قدر يرفع المستوى العام لأسيا قدر يرفع المستوى العام ل جنوب ا AMERICA اللاتينية ا AMERICA الجنوبية ا AMERICA اللاتينية النهار دا انت لما بتشوف فرق البرازيل مسلا ارجنتين مكنتش بالمستوى دا لدرجة أنه أول مرة وهو عدوا بالاتحاد الدولي من ألفين بعد كده لمدة شوف كم سنة بقى لما من التسعينات لألفين لما قررت رشح رئيسة للاتحاد الدولي هو نزل قدام مين نزل قدام وزير خارجية النمسا يا جماعة المناصب الدولية في رئاسة الاتحادات واللجنة الأولوبية الدولية دي بيأخذها أغنى ناس في العالم لأنها عايزة مجهود وإنفاق رهيب فهذا العربي اللي راح على لعبة يعني أسيادها في أوروبا عشان يرأس الاتحاد الدولي حاجة وخمسين اتحاد أوروبي معظمهم مش معاه مين اللي جاي صلح لنا العمل الفني في لعبة إحنا الأسيادها يوم ينجح ينجح بنافسة قوية وبعد كده يصل القناعة إنه ياخد الرئاسة مرتين بالتسكية خلاص سلموله ما حادش حينزل ضدك عام اللي انت عملته في كورة اليد دقة على المستوى العالمي يسمح إن انت تستمر إلى حين إشعار أخ يعني هو دلوقتي من 2001 هيوعد أربع سنين أخرى يعني ممكن يبقى الدورة الجاية دي هتبدأ في نوفمبر لسه في نوفمبر يعني في نهايتها هو دلوقتي 21 سنة هيبقى 25 سنة ربينا ديله الصحة والعمر يعني ربع قرن مين عمل كده على المستوى العالم في أي لعبة في أي اتحاد حتى على مستوى اللجنة القلومبيلة اللي كان سامرانش محتكرها ما حصلش هذا الكلام فإنت لما تيجي تكرم واحد ده خريج مدرسة الأهلي اللي أنا بشبهه خلاص بهارفرد أرقى جميعا في العالم إنك أنت تبقى مدرسة بتخرج مواطن مصري يخرج عشان يبهر العالم على المستوى الإداري الكابتن حسن حمدي وكابتن حسن مصطفى لا يعني كان يعني إحنا إحنا يعني بتربطنا بعض علاقات منه إحنا لسه محدشين حقق حاجة يعني أنا كنت عقب يعني أول واحد عقده مجلس الإداري سنة ستة وسبعين كان لسه كابتن حسن حمدي مبطل وجه مديرا للكرة عشان يتجاوز بإنه يعمل لوائح وينظم الدنيا ويسبق عصره في دعم عناصر الاحتراف في النادي الأهل يبتدي يحط فكرة الرعاية من خلال رعاية فريق كرة القدم ثم فريق كرة القدم والألعاب الرياضية ثم من خلال عمل الإعلانات والبس التلفزيوني ثم 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 طور على مستوى الكرة المصرية من خلال تواجده في يعني مع الفطرة بالذات اللي كان فيها موجود مع الأستاذ مندو عباس في لجنة الأندية لا عمل عمل حاجات كتيرة جدا خلت قفزت بالرعاية للأندية وكان دايما تمالي هو بيشتغل النادي الأهلي يفكر في الأندية أي وازعوا أن بعض الأندية ما خدتش الفلوس اللي كانت بتاخدها خلال تواجده النهاردة داي الناس دي يا جماعة يعني لو نتأسى بيها في بعض المؤسسات الأخرى تنهد بيها جدا مؤسسات ما قصودش الأندية قصود مؤسسات الرياضية الرياضية ها الفكر هو نوع من الفكر والكبرياء والأمانة والالتزام والعمل الدقوب وعدم الغلاق على الذات أن نشوف مصلحة مكاني وبس كل دي دروس خدناها من هؤلاء العظام الذين يستحق التكريم اللي حصل وما هو أكثر طيب الاتنين وإحنا بنشير على سمات مدرسة الأهل الإدارية الاتنين نموذجين مختلفين كابتن حسن حمد تقدر تحطه في مصاف الدبلوماسية الرياضية الهادئة جداً في منتهى الهدوء الدكتاتورية الحكمة الدكتاتورية الهادئة الناحية التانية بيضحك لما بقوله كده الناحية التانية الدكتور حسن مصطفى الإدارة السائر الساخن قررته دايماً آه أنت جايبها مزاوية دي بالضبط واحد صارم بخسوة عنيف في الحق واحد صارم بهدوء واحد صارم بهدوء وحكمة والتزام والتزام بالقواعد المعمولة والاتنين في الآخر يجيبوا الجون أنت قلته نقطة مويمة جداً نقطة واحدة آه آه النقطة دي أن فعلاً النموزاجين بيروحوا للهدف كل واحد بأسلوبه بالضبط ولكن بنفس القيم أيوة وبنفس المعايير بالضبط وبنفس الثقافة لكن بشخصية مختلفة الكابتن حسن حمدي آه لا بيفرض رأيه بهدوء أيوة الكابتن حسن مصطفى بيفرض رأيه بشكل عاصف أيوة يزدمك هعمل كده يعني هيت بطل اللعيب اللي عنده 32 سنة قارب للكابتن صالح آه لا 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 كابتن صالح عنفه مش فني أيو عنفه كان إداري أخلاقي آه يعني هكابتن صالح صرامته آه في الخروج عن السلوك دي اللي تغضبه آه الكابتن حسن ثورته إنه عمل حاجة على مستوى العالم إيه يا ابني اللي بتعمله ده أما تيجي تقول لي اللي يجيب جون من بره التسعة أحسبه باثنين وإما تجيب جون بشمالك أحسبه باثنين لأن المراكز دي نادرة كانش عندنا تطويع المسابقات إنها تخلق لك لعلاج لشكل فنية آه وبعدين مشروع العماليقة بس على فكرة لو حد غيره عملها كان ينتقد بشدة منتقد بس هو مش فرقة الثلاثة بقى اللي بيجمعهم إيه مش فرقة معه يعني مش خضعين لرأي الناس واخد بالك رأي الناس ساعة ما ناخد القرار ده بالنسبة لكابتن صالح بعد كده ما حدش من حقه يرجع رأي الناس في نسبة الكابتن مع الكابتن حسن حمدي بما لا يتعارض مع المصلحة والنظام والليحة بالنسبة لحسن مصطفى لا اعمل اللي انت عايزه انا في دماغي خطة فنية اعمل اللي انا عايزه لا مش اللي هو عايزه خلي بالك انا شايفه اصبر بس علي ما انا اشتغلت معاه كابتن حسن مصطفى ما كانش بيفرض هذا الرأي لانه شايف كده لان فيه اللجنة فنية فكرت معاه انه ده صح اذا هو ملتزم كان الدكتور عبد الفتاح رحمة الله عليه وده كان رجل سكندري من خبراء كرة اليد كان مرجعيته كان هو حطه في اللجنة الفنية كل الافكار المجنونة دي كانت من خلال اللجنة الفنية ولكن قال لهم فكروا صح وقال ملكوش دعوة انا حشيل المسئولي فكانوا فكروا ما احنا عندنا مشكلة ما عندناش البكات الشول طب نوصل لهم ازاي عايزين مشروع العمليقة وعشان الناس تهتم بهذا الكلام عايزين نحط لهم من اللي جيب جون بشماله وبقى باتنين مثلا هما بيقولوها بساعتها بايه بيدرابوا مثل يعني دي توصلنا ان احنا نجيب شور كتير اه قالوا المؤكد هتجري الجيب لاشوال كله يجري شماله كله يحرف شماله ولي يجيب جون من برقة فتبص تلاقي افرزتلك جيل عجيب جل هو وهو مدرب مسك منتخب مصر نفضوا بقى كله تحت 23 سنة وطلع بيه ده اللي قاله كابت الخطيب مبارح اه يعني انت لما تيجي تقولي الناس اللي اللي فوق التلاتين ازا ما كانش لعب في المنتخب يبطل وكتثورة ايه الظلم ده انا فاكس قالهم والله دول الخبرات محتاجينها بس في أماكن أخرى اللي يقعد 32 سنة يلعب ما رحش المنتخب سادد مكان واحد ناشئ ممكن يطلع وما يبقاش لعيب دولي تعال فيدني كمدرب تعال فيدني كحاكم فالدنيا اتفتحت فطلع جيل من الشباب تشوف بقى سامح متولي وتشوف العبطار وتشوف سامح اسمه سامح عبدالوارس اه عبدالوارس ومحمد متولي وتشوف واقب له مياسر اللبيب واقب له مياسر لا ياسر اللبيب كان في الجيل اللي كان كابتن حسن فيه مدرب ده جيل تاني خالص اللي هو طلعه من الجيل الزغير اللي غير به اللي هو تحت رناعة عشرية سنة وطلع مع كابتن حسن حمدي حسن مصطفى غير به ده في بداية التمانينات يعني يعني الجيل بتاع الالفي وعبدالمعطي واحمد جابر وبعدين حسين اللبيب والبلتاج ما احتفظنا بالالقاب وحسن صقر وقالد عبس وكل دول ابناءه كمدرب المشروعه بقى وهو في اتحاد كرة اليد ده جيل بعديه مشروعه في الاتحاد الدولي ده قصة تانية نشر اللعبة ازاي وخلى اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية او الجنوبية تهتم باللعبة ويبقوا هم القوة الانتخابية يعني الكابتن حسن مصطفى خاد 48 صوت من حاجة و50 صوت من اوروبا ما خادش غير اربع اصوات وال 48 صوت دول راحوا اللانس ورغم كده نجح نجح بقناعة العمل الفني اللي نشره على مستوى العالم الناس دي يعني انا بس في قصة طريفة كنت عايز احكيها لك انا غير الكابتن شبير قول كابتن حسن هحكي لك على العلاقات والناس اللذيذة عشان تعرف يعني مثلا كابتن حسن حمدي هويته ايه الصيد اه والصيد قبل ما استاد سمك لما كبر قوي كان مستاد البط البر كان مستاد البط البر اه اه فقالينا انا رايح بكر الصاد ما تيجوا معايا اه كابتن احمد مار رحمة الله عليها وكان عادل عزيز ربنا ادي له صحة شفته مبارح كان لعيب كرة دمه خفيف جدا بيحبه وكان ميشوا صاحبه شلا من اصحابه قابلوني في البيت الصبح بتعالوا بدري عشان نقدر نلحق اليوم من اوله عشان هنطلع الفيوم رحنا له فطلقنا البيت عنده نشرب شاي وقبل ما نتحرك فقال حد يحب يجرب يعني يصطاد معايا انا بقى كنت فاكر ان انا ولاد عمتي كلهم في البلد بيصطادوا وضربوا نار واركابوا خيل فالفرجة يعني ان انا عندي خبرة وكنت بضرب خرطوش وانا في المدرسة اسمها راش فكان هالدنيا كده فقالت له يا ريت رحمة الديني بندقية ورحمة الله عليه والده كان معانا وطلقنا ووده لعدل عزيز بندقية وهو بندقية ووالده معاه اربع بنادي واحمد ماهر بندقية طبعا احمد بيهجس لضرب طلقة ولعمل حاجة يقول نكت ويتاري علينا احنا بس الله يرحب احنا رحنا بقى في الفيوم كده في حتة جسر ترابي طريق بدق ترابي كده على على ترعة كبيرة قاعد فروع النيل يعني فيها كمية من البوص يستخبى فيه البط والفراخ البرية والديك السلطاني لا قال لنا فيه ديك سلطاني ماعرفش عن ايه ديك سلطاني ازار حاجة نادرة راح سايبنى ونازل في البوص ده هو انا يمين الشمال مش لقى حاجة ضربها وشوية وانا واقف ربنا رزقني شوية حمام راحوا واقفين وبين وبينهم عدة امطار انا بقى تسللت واخت بالك وصلت قريب لدرجة ان انا ممكن اضرب حمام بالدبشك مش محتاج اضرب علي نار وروحت ضرب طلق راح واقع عربع خمس حمامات وحب وكله طار بصيت ليت واحد طالع بالموس عملت ايه مجنون اجروا وركبوا العربيات طالع ان انا ضربت الحمام بتاع الناس حمام الناس وعدوا قدولا الناس لسه بتبصوا هتطلع هتتخانق كنا اعنا في عربياتنا بطيرين قال لي انت بس فكان يوم طبعا كنت اتسبب في ان يعني مشكلة لا هم كلهم كان حتقزوا بسببي دي صور كابتل حسن مع تيمور امه هو و تيمور اه على فكر اخوه كان بطل مصر اسماعيل الحمد لله ارحمه في الرماية كان بطل دولي لو كابتل حسن هويته يعني واظن انه راح مسننا في الدورات الولمبية اسماعيل حمدي فهو واخدنا من الوالد ابوه كان بيدرب وبيصطاد وبيعمل واخد بالك وحتى مرة يعني انا وهو اتنغشنا ضربنا الطلقتين عمام طاير فوعت واحدة قال انا اللي جبتها انا بقى ماسكوتشي قلت له لا انا اللي جبتها دي انت حصلتها من ضهرها وانا حصلتها من صدرها قاعد احمد مير عشان يناجف معا قال له لا دا عادل اللي ضرب انا لا بضرب ولا بعرف اضرب كانت حفلة الحاجة التانية صاد إبراهيم انا طربت الحمام بتساني فاكر اللي عملت الضرب دي سهل البندوية ردت فاكت هتخلع كتفي قلت له كامتن حسنانا مش بتاع الشغل دا انا مش صياب قول انبارح الحفلة كان في حضور كبير كويس الحفلة خليتنا شوفنا ناس انا شايف الدكتور مصافة الفئي اه لا لا في ناس قامات كل اللي موجود كان قامات شوفت مين اه دكتور علي دين هلا كان موجود اه دكتور صفيد دين خربوش انا كان نفس اشوفه جدا راجل صاحب فضل اه فيما وصلنا الي من لوائح ودعم للتسويق والدكتور مصافة الفئي مش عايز اقولك القناة دي اه بسبب دكتور علي دين هلا لما وافق على تأسيس شركة لان انتاج لعلان لما وافق على تغيير اللواح انك ممكن تستثمر في الميديا وروحنا مجلس الشعب عشان ناخد الموافقة اه ولما لقاني مصمم انت قلت له عايزين نعمل قناة في النادي قال لي انت جايد تشتغل عشان النادي قال لي قلت له ما لحشتغل عشان مين يا دكتور ففي الاخر وافق ومجلس الشعب وافق وقر هذا الكلام انك ممكن تعمل كانت بالمناسبة 2008 وكابتن حسن لانه اللي احنا وصلنا له النهاردة من ربطة الاندية وتحرير سلعة الدوري كان بدايتها النادي الاهل وقناة الاهل في 2008 مع انطلاقها كانت معركة كبيرة جدا على هو الدوري ملك مين ايو وقاد كابتن حسن ورشة عمل مهمة من خبراء ربطة الاتحاد الانجليزي وقتها عمل ورشة في القاهرة عشان يقنعوا كل القائمين على الكورة المصرية وقتها والرياضة انه مباريات الدوري ملك الاندية اللي بتشارك فيها شايف الفخامة يا صد برين بتاعة المعدة العالموسيقى القاعة اللي كنا فيها انا لقيت البنورين او اللوج اليمين والشمال عليهم التاج الملكي ومكتوب كل شئة المصرح ده في 1923 انشاء الملك فؤاد انت بتقول المعد كله 14 انما شوف الفخامة شوف الفخامة اللي انت داخل تشوفها في القاعة دي ايه مصر بص بص انت داخل ازاي لسه متغلش القاعة ده دي الارويقة ايه القاعة نفسها لما تشوف السقف بتاعها معمول ازاي والمصرح نفسه معمول ازاي يعني الحقيقة كانت والاشبال اشبال دول عارفينك تداخل يا كابتي مش عارف ايه يعني حاجة جميلة ده المحامي العظيم بتاعنا الأستاذ محمد رسمان ايه هو دي مهاب ابنه اللي داخل ده محمد رسمان مش عالله عليه اه حاجة بسم الله وده المتهالك عدل القيعي الله 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 النجم النجم اللي احمد شوفير ما ادلكش وقته هو الشام شعيد طبعا لا ما هو هو استدرجني على المصرح عشان ايه ما ما يقولك طب انت مطلع عشان يقولك كلم عليهم وبعدين اجا اتكلم ولك فاي كابتن الخطيب ان انت استغلت فرصة انه عدل القيعي راح طاير عليها خدا منك وديك كابتن محرم ربنا ديل الصحة انا رحت انا هو الشامفة عربية واحدة لان ساكنين جنبه بعض يعني كان يوم كان يوم حلو انك تشوف ناس كتيرة ما بتقبلهاش كتير وبعدين ربنا يعني هيالي الفرصة ان نتكلم على اتنين عصرتهم انت قيمة كمان باشواندس الحقيقة يعني هو ده المستوى بتاع النادي اله وهي دي قيمة تكريم الاهلي لرموزه وكفاء بعض من ملامح ايام الاهلي شفناها كما تجلت بالامس هنطلع لفاصل وبعد الفاصل تفاصيل اخرى في ايام الاهلي ما تخافش على الاهلي طول ما الاهلي حريص على هذه المبادئ وهذه التقاليد اذا كان الاهلي بيكرم رموزه ويقدر رجالاته هو كمان بيستشرف مستقبله وبيقدم لأعضاؤه والجماهيره كشف حساب اللي حصل في المؤتمر الاخير لمجلس ادارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب كابتن الخطيب اعتلى المنصة تحدث كما لم يتحدث من قبل استعرض كل انجازات مجلس الادارة وكل خطوات العمل لمجلس الادارة ورسم خطة شاملة هكذا وعدنا وهذا ما نفزناه هذا كتابي اليكم كانت الحقيقة مسألة مهمة جدا باش مهندس ومؤتمر الدئيك الموفق للناس اللي ما تشلاقي في الورد عيب فتقوله يا احمر الخدين طيما الاهل يا احمر الاهلي ما الاهل يا احمر الخدين هم اللي هو ايه فالفكرة كلها عندما عارف عواجيز الفرح اللي يروح الفرح فيلاقوا العروسة زي القمر فيبتدوا وتكلموا على شوف قعدة ازاي شوف بتشربوا بقوا ازاي شوف مش عارف ايه عايزين يسلبوا اللحظة قيمتها ايه هو هو انت كمجلس ادارة دائما مطالب انك تقدم كشف حساب امام الجمعية العمومية في نهاية في نهاية مدتك طب قليات العصر اختلفت واصبح فيه تمتلك انت ادوات تسمح لك انك انت تقدم من خلالها ادوات اعلامية ايه ايه فيجي واحد يقول لك هو المؤتمر ده كان على حساب مين اول على حساب من دي ودي اضحوكة يعني ايه طب هجاوب على حساب مين في الاول بس على الناس الطمن اه هو المؤتمر ده كان فين كان في النادي الاهلي فمش على حساب حد فالمكان ببلاش مش متأجر اه نمرة اثنين هو كان في ايه مصرح وشاشة 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 خلاص وبعدين جهد بشري مميز رائع عبقري لكل ادارات النادي لا ده جهد التنفيذي ايه انما الفكر اللي ادار به صديقنا هشام جمال هذا الموضوع صحيح معمول بتطوع لم يحصل علي مليم لهو ولا شركته ايه يعني الاليات اللي موجودة متطوع فيها الجهد التنفيذي ادارات النادي الاهلي بتقصص اصبحت متنرسة ومحترفة في مثل هذه صناعة الاهداس بتعملها هذا المجود الخارق لو لم يكن وراء جيش من المدربين اللي فاهمين قيمة المكان ما يطلعش بالشكل ده ايه شكرهم كده الكابتن حسن الكابتن خطيب فرضا فرضا لهذا لوصلهم الى هذه الاحترافية قادي من ناحية التكلفة فانتا ممكن القبح والجمال ممكن يتكلفه نفس التكلفة العبرة بالدماغ والفكر اللي تاخد سكة الجمال ما تاخدش سكة القبح يعني انت ما تقف في مكان مش متوضب صح مش متجهز صح الفراشة دي ممكن تكون زي الفراشة دي بس دي معمولة بزوء وبرقي والناس قاعدة في مكان بشكل محترم والتاني يعموا الفوضى هي كده حتى احنا عندنا في الارياف هم يجوا يتكلموا ويروح نزلوا السوق اشتروا بقرة ولا جموسة تحلب يقول الجموسة الحلابة بتاكل زي الجموسة الناشفة فمتروح تجيب لي واحدة ناشفة نقعد نزغط فيها ما تديناش في الاخر بدون هذا بدون ما تدين خير فانت المهم الانتقاء الصح للي انت عايز تعمله و المؤتمر داز خرج في هذا الاطار يعني من ناحية التكلفة لكن من ناحية تو هو اتيح للاخرين قبل كده كابتن صالح ولا كابتن اه ما كانش فيه الادوات دي ومحدش فكر ما جيك كابتن صالح يترشح 76 كانت العملية كلها مجلة الاهلي وكان المجلس القائم بيحط منجزاته فيه فانا اللي اخترحت على كابتن صالح كنت لسه راجع من كندا انا كنت شايف انتخابات ريجن وفورد قلت له فيه حاجة اسمها المناظرة والندوات والحاجات دي تعال نعمل ندوات هنعمل ازاي كابتن يعادلي يعني هنعمل ازاي يعني قلت له انت لو تعال بس المجمعة الجاية هتقعد هعمل لك 10 15 1 بعد 5 كان حوالي 500 600 1 فبدأت إدارة النادي قالت مش معقول المنظر ده قلت لهم اذا تعالوا نعمل الية اننا نعمل ندوات لكل رئيس وبدأت من 76 فكرة الندوات فالندوات هي 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 قلية التواصل بس ما كانش فيه قناة تنقلها كان بنقلها المجلة دلوقتي هو عمل المؤتمر ده في شكل ندوة دع ليه الأعضاء فيه حضن النادي الاهلي بقدم لهم كشف الحساب قلت لكم وعدتكم فيه مؤتمر مماثل في بداية ولايتي ان انا اوعيدكم بواحد اثنين ثلاث اربعة انا اعملت لكم واحد اثنين ثلاث اربعة خمس ستة سبعة يمكن اه بالعكس ما تم تنفيذه اكتر من اللي كان وعد بيه انا بالعكس انا شاف كابتن وهذا المجلس كان يلهث في انه خلص اكبر قادم الانتزامات حتى يأتي المجلس القادم ليتفرغ بشكل رئيسي للحلم الاستاد ومشؤاته ومدينته الرياضية ومؤسساته الاخصادية العملاقة اللي حتتعمل لان تطوير الفروع كلها تم افتتاح فرع التجمع على وشك وممكن نشوف صوره كمان اسبوع والعشر طيام والبقية الوعود تم تنفذها وتجوازها هذا المجلس ايه اللي مزعالك ان مجلس يقعد مع عضاء النادي يقول له من عملته وسويت الا انك مش عارفته حكية فتبتدي تنتقده عواجيز الفرح نيجي لنقطة الثالثة هو هيسمح للمرشعين يعملوا كده وهل هتوب القناة اللي قال عندها الحرية زي ما كان عندها الحرية ايام مجلس المهندس محمود طير وينطق ويهجم رئيس النادي انت هجمت رئيس النادي اللي انت عملته البرنامج دقيع اللي عملنا هو ذكرني بالاسم لكن انا عايز اسألك انت احنا جماعة لمن نيسي من اربع سنين وده على فكرة كابتن الخطيب اشار اليها وهو بيستعرض ليحة النظام الاساسي وازاي سمحت للنادي يقدر ينشئ شركة لكرة القدم بضمانات كافية لحقوق النادي ملك وكتابة كان المهندس محمود طهر الرئيس النادي وقتها طرح للجمعية العمومية مشروع ليحة النظام الاساسي وفي اطول مداخلة هاتفية ساعتها المهندس محمود مشكورا اختصنا بهذه المداخلة استمرت تقريبا ساعة لربع وكانت نهايتها انا مش هلاقي افضل من ملك وكتابة تعملولنا طرح مجتمعي حوار مجتمعي تناقشوا اللايحة وتحثوا الاعضاء عليها انا اذكر وقتها قلتول لباش مهندس حوار مجتمعي لانهي مدى فقال لي بلا اي حدود والرجل قال فينا كلام يعني نشكره عليه بدأنا نبص في اللايحة وتوقفنا عند بند هو ده كان بندين حجر الزاوية للخلاف عشر وحد عشر مادة بتقول يجوز لمجلس ادارة النادي ان ينشئ شركة لكرة القدم ويطرح اسهمها في البرصة بما يحقق مصالح النادي المادة اللي بعدها على طول يحق لمجلس الادارة ان ينشئ شركة او شركات لبيع الادوات الرياضية لبيع الادوات الرياضية بشرط موافقة الجماعية في الاولاني قالك موافقة الجهة الادارية مجلس الادارة واعتماد الجهة الادارية قالك بشرط في بقى لما ييجي نبيع ادوات الرياضية في شركة شرط موافقة الجمعية العمومية للنادي. امتلاك النادي 51% من أسهم هذه الشركة عند طرحها في البورصة. فأنا فاكر ساعتها قلت المهانس عدلي. ستوب. هنا نقطة في منتهى الخطورة. ايه؟ قلت له هنا بنبيع كرة القدم بشكل مطلق دون الرجوع. لا للجمعية العمومية ولا نسبة الحاكمة للنادي. كرة كرة القدم هي عام منتج. ببيع كرة بمنتهى التسهيل. ببيع الأدوات الرياضية بضوابط. طيب ما نخلي دي زي دي. وجينا ساعتها لو تتذكروا. استضفنا الدكتور محمد فضل الله كان واحد من اللي صاغوا اللي حاونا اشناها على التليفون وقتها. ليه الضوابط اللي اتحطت هنا ما تتحطش هنا. والدكتور ياسر ايوب جي ضيف معنا في احدى الحلقات. والعميد محمد بدي. وكان الخلاف على هذا الحق النادي. أستاذ ابراهيم عندما كلفنا بالطرح للمجتمعي دي انك بتتحمل امانة. بدأ الخلاف امتى? لما المجلس احتضن الليحة عشان يمررها من مجلس الادارة ونعملها في مقرين ولا مقر. هنا الخلاف في الليحة. مش على المجلس ولا شخوص المجلس. ولا كان ساعتها حد متصور لسا. على الليحة المعركة الانتخابية شكلها ايه. بالعكس المعركة الانتخابية كانتش واضحة الملامة. خالص وقتان. بالعكس احنا لو كنا يعني. هنفرط. احنا بالعكس احنا احنا يعني اخلصنا بالمكان. تغلب عن مصلحتنا. اللي احنا كان ممكن. الامان اقتضت. كان ممكن نفقد موقعنا في هذا البرنامج. صحيح. صحيح. الامان اقتضت ان احنا يعني فيه خطر على النادي موجود. كان حربنا قال لا تمرر هذه الليحة. اه. دي حربنا. ايه. قال لا تمرر هذه الليحة. بالعوار ده. بالعوار ده. اه. وربنا يعني وفقنا ان احنا وصلنا لهذه النتيجة. المعركة التانية. ما كانتش معركة وليدة الانتخابات خالص. من اول ما انا باتكلم على اختراق. حتى لما كلفني المهندس محمود طاهر. ان انا اتولى. الملف الاعلامي. مع المجلس. وقبلت هذا. ورحت قابلته. كان همي ان انا اشترط شرط واحد. ان انا. الغي كل التعينات اللي تمت. لانها. اه. لا تعبر. عن الاهلي. ولا تعبر. عن. اخلاصهم. النادي الاهلي. كلهم انتماتوا من زمال كوية معلنة. وده وضع في منطل خطورة. ان يقتربوا من فريق الكورة. يقتربوا من نظام النادي الاهلي. ويقتربوا من. من. من صنع القرار. ويوجهوه. ويتحدثوا عنه. بعد كده. ياخدوا المسندات اللي هم عايزينه. وقلت له هذا الكلام. قال لي انا موافقك. تاني يوم. لما تلغى هذا الكلام. انا انسحب. اذا انا كنت موقفي معلن. ولم. من. ال. مدام. لميس الحديد. لميس الحديد. permits. تضافته. وطلبه. ومداخلتي. هو انت بتقول. الاهلي. مجلس الادارة مخترق. قلت له لا. قال لا. قلت له انا قلت. النادي الاهلي مخترق. مش مجلس الادارة مخترق. قال لي ايه. 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 والتقول لا. الفرق. ان. في ناس. مسكة. الملف الاعلامي. وده مفاصل جوه النادي انت مقه مش اهلاوي وبيحتفل لما الاهل خسر وجابوا ترطاية وتوزعت جوه النادي والناس دي حتبقى شديد قال لي اديني امثلة عددت له قلت له لا قلت له لأ قال لي انت خفت انت خايف قلت له جدا خايف على الاهل قلت له لما نرجع بيتنا باش مهندس نرجع نتكلم وانت عارف انا كان قصدي ايه هو كان له وجه نظر ان دي ولما جاء قصد محمد بدري معنا قررها ايه يعني دي ناس محترفة بيسق فيها ايه المشكلة ان يبقى زمالكاوي المهم من الاداء لا الاداء والنوايا صحية كانت الفكرة وقتها زي ما قلنا لكم احنا بنتكلم على احتفظ انما انا وانت بدوابط بس عشان بس تحقق للجمال عموية حقها لم نقول تاخد فلان ولا سيبه فلان غير يوم الاتخاب صحية كان حقك عضو لكن عبر البرنامج وما زكيناش حد في البرنامج على حساب حد خالص صحية ولن نفعل صحية كانت النتيجة انه نتيجة لهذا الاثراء في الحوار المجتمعي واننحن ننبه لهذا العوار في اللايحة انه لما تتعامل لايحة النظام الاساسي الجديد اللي اعتمادتها الجمعية العمومية بعد ما قدمها مجلس الادارة الجديد برئاسة الكابتر محمود الخطيب تم تضميد اللايحة بند واضح وصريح انت من حقك تعمل كرة قدم بس اخد بالك الكرة مش هتتبع لأي حد النادي رقم واحد الجمعية العمومية لازما هي اللي توافق رقم اتنين النادي يحتفظ بحقه كنادي بقى في 51% بما يمنحه بقى الكرت الزهبي انه جمهور الآلم يبقاش ألان على الكرة مش فيه اي حد مستثمر هيجي زي اي تسهيدة ينفرد بالقرار ينفرد بالقرار ويشتير الكرة وتنتهي المسألة لا مجلس الادارة الحالي في اطار مشروعات المستقبل للنادي الاهلي اهتم انه يأسس شركات مساهمة وفقا للايحة النظام الاساسي بكل ضوابطها فكانت النتيجة انه تم اعلان تأسيس شركة الاهلي لكرة القدم برئاسة الاساسي منصور عضو مجلس الادارة السابق واحد من رجالات الاهلي الكبار اللي كابت محمود الخطيف في مؤتمره الاخير قدمه هو والسادة رؤساء الشركات المختصة الاخرى وتحدث الأستاذ ياسيم منصور عن طموحات الشركة الجمهور الاهلي نفكركم الايه؟ وهنا عايز انوه على حاجة همه جدا عشان محدش يتخوف ان الهدف الاول والاساسي للشركة هو دوما ودائما الفوز بالبطولات وفوز البطولات دي نحط تحتها الف خط يعني الشركة دي مش جاي عشان تعمل فلوس فما تجيبش بطولات دي نظرة قصيرة الأجل جدا وفي الاخر بتؤدي إلى فشل وقدت إلى فشل في كثير من الأمثلة اللي موجودة في العالم وسيكون هذا الهدف بالتوازي مع تحقيق أرباح للشركة وبحيثه في خلال أربع سنوات ستجمع الشركة بين الفوز بالبطولات وأيضا تحقيق ربحية تعودة بالعائد المالي اللائق المناسب لكيام مثل النادي الأحلي هذا الحرص من رجل الأعمال بحجم أبيل أستاذ ياسير منصور راجل خريج من درست الأهل الإدارات وخريج من ناحية الأكاديمية دي شوء ده شوء يعني شهاته في النحل الإقصادية طبعا وهو أحد أهم المسكين مفاتيح الإقصاد في الشركات منصور والراجل ده أهلاوي وش يعني فلما يطمنك ويطلع يطمن الجماهير لا إحنا عشان ننجح لازم ناخد بطولات فالبطولات مرتبطة بالإقصاد لكن في نفس الوقت له قواعد الإقصاد له قواعد وله أسس بس إذا ما خدتش بطولات هتفشل زي حتة كتير في العالم هذه الطمأنة مهمة جدا 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 وبتوضح برضو أن الشركة دي 51% منها يملكها الأهلي هو مش ناس بتديرها بمعزل بمعزل عن الأهلي يعني الأهل وخطته وطموحه وأهدافه يعني كده هي الهدف الفوز بالبطولات ده هدف أساسي يعني إذا كنت هتطرح في أسهم وفي البورسة وكده هيطرح 49% منها بس وممكن جدا حتى لو أستاذ ياسين قال في الكلمة بتاعته أننا هنختار التوقيت المناسب لطرح الأسهم في البورسة مش في أي وقت يعني هو مبدئيا الشركة هتسعى أنها تحقق من خلال كرة القدم الأهلوية أفضل مستوى يحقق بطولات يحقق ارتفاع في القيمة السوقية لشركة أو صناعة كرة القدم في النادي لسهم الشركة من خلال كل البطولات وقال أنه هيبدأ في يناير اللي جاي ممارسة عمل الشركة في تحقيق بعض الصفقات في بعض التدعيمات في اللي فترة ابتخال الشتوية عشان كده عشان كده احنا كنا يعني كانت هو ده الهدف توصل لدي أيوة شركة تعمل لمصلحة النادي الأهل وتحت سيطرتها وتحقق طموحات جمهور الأهل من خلال أعضاء النادي وتحت سيطرت النادي الأهل بالضبط هي دي كانت النقطة المهمة أيضا في مؤتمر الحساب الختامي اهتم الكابتن محمود الخطيب أن يتحدث عن مشروعات الأهل المستقبلية إيه اللي بفكر وإيه اللي بفكر فيه فترة جاية اللسه هعرضه على الزملة في مجلس دارة القادم استكمال التطوير الإداري زيادة الاستثمارات وتنمية الموارد إنجاح شركات النادي الأهلي استاد النادي الأهلي استكمال تطوير النشاط الرياضي إعداد أبطال المستقبل تحضير كوادر جديدة دور النادي الأهلي في المجتمع ولسه فيه أحلام أكبر وكمان وعندنا أهداف أكتر كل دوت مجرد رؤية للي جاي لكن هعندنا أحلام أكبر وعندنا بإذن الله عن المستقبل أو أهداف أكتر من اللي احنا تكلمنا فيها عشان كده إيه اللي بتديناه هنكمله بإذن الله شوف يتحدد دائما عن التطوير وهو ده شغل المؤسسي الصح أنت عايز بقرة تفضل زي ما أنت وتقول والله أنا حلو كده وعملت وعملت وقال لي عايز بقرة تاخد خطوة جديدة تاخدك لمنطقة يعني مش جديدة ولكن منطقة لقدام أو فوق اللي كانت بتفكر باستمرار في التطوير هو ده اللي يضمن النادي الأهلي لأن حتى في البناء العضلي العضل التي لا تستخدم تضمر وتموت والفكر الذي لا يتطور يتجمد ومكاء ومنطقته تضمحل تباعا صحيح فمهم جدا هذا الوعد بالتطوير على المستوى الإداري لسه وعلى فكرة إحنا بس عشان قفضنا في شركتين تانيين مش كرة القدم بس يعني هو الشركتين تانيين بيغطوا كل المناطق اللي لازم تستثمر فيها صحيح السيد أيمان إسماعيل شركة الأهلي للإنشاءات الرياضية وهذه أخطر شركة ليه بقى يمكن الكرة تبقى سرقى الكاميرا كاهتمام لكن الشركة دي هي الحلم هي اللي هتبتدي تكون معنية بالاستاذ وهي اللي هتبتدي تكون معنية بالاستثمار الاقتصادي في مجالات تسويقية غير تقليدية هتعمل المتحف هتعمل الفندق هتعمل الرعاية الطبية على أعلى مستوى هتعمل المول أستاذ أيمان إسماعيل تتكلم حتى على المنشآت اللي موجودة قالك تطوير والارتقاء بيه ما هو دي تطوير منشآت لكن الأموال هتيجي منين من اللي أنا بقول لك عليه ده واخد بالك وزاي كل منشآته دار بشكل اقتصادي يصرف على نفسه ويطور ده احنا بنروح وكل واحد على فكرة من دول رجل أعمال كبير جدا في مجاله ده أستاذ زيحي راشد وزير السياحة السلام أيوة ماسك الخدمات شركة الآله لخدمات الرياضية اللي استعرض بقى في هذا اللقاء كمية من الخدمات الرياضية اللي الشركة تنوي بس عشان تعرف برضو لماسك رئيس مجلس دار الشركة المشروعات أستاذ أيمان إسماعيل ده أحد كبار مطوري العقارات في مصر شركته كبيرة جدا جدا مش هنقول عشان الإعلانات إلا زي هو الدانعلان هرش طيب فهي دي الشركات يا جماعة ما كان لها أن تتحقق وما كان لمجلس الإدارة أن يفعل ما فعل لأنه استند إلى لايحة نظام أساسي حفظت للنادي حقوقه هي دي فبالتالي بينطلق منها ولما ينطلق منها يحقق أعلى إرادات ولما الأهلي يكون عافي اقتصاديا غاني بالمعنى الأصح هيسعد جمهوره زي أعضاؤه لأنه زي ما هيعمل منشآت زي ما هتتعاظم موارده زي ما هيقدر يحقق أحلام وطموحات جمهيره في البطولات على أعلى مستوى زي ما كابتن خطيب حرص وزي ما الأستاذ ياسين منصور أكد لكن الكابتن خطيب كمان استعرض ميزانية النادي لأنه في الأول وفي الآخر بنتكلم على الفلوس نشوف بالنسبة لميزانية النادي الأهلي بعض حضراتكم كده نشوف ميزانية الأهلي من سنة 2014 قدام سيادتكم كانت 331 بقت 572 بقت 818 2017 دي ست شهور بس كانت 829 ثم 2018 مليار 294 ثم 2019 2 مليار 66 مليون 2020 2 مليار 277 21 2 مليار 539 مليون جنيه ده قيمة النادي الأهلي اللي احنا فيه النهاردة دوت هو ده قيمة النادي الأهلي اللي يشوف هذه الأرقام ويشوف التطور يجد أن المعيار الزيادة فيه تقدم تقريبا تقريبا بحوالي 250 مليون جنيه كل سنة لأن اللي بيفكر في الملف الإقصادي بتاع النادي الأهلي وتمويل النادي الأهلي دايما بيحط روافط جديدة تجيب فلوس ايوة زي المجموعة الاقتصادية اه الحزمة الاقتصادية اللي اتعاملت دي قفزت بفرص الاقتصاد ده هدف من أهداف بيبو يعني دي لوحدها اضافة وخلي بالك وجود الشركات دي هيقفز بهذه الأرقام وخلي بالك بإذن الله تحقق المأمول منها بإذن الله شايفين أنتو الرسم البياني لتطور ميزانيته الكلام ده يا سيد إبراهيم وأنت محروم من الحضور الجماهيري في كرة القدم اللي مجرد يعني السماح به كان بيحطك في حتة أبعد شوية كمان من كده فاللي انت بتعمله وانك بتدور على البدايل مش هتستنى تشتكي انا محروم كل سنة مش عارف من كام مليون عشان ما عنديش فرص ان انا سوى انت عارف الاستاد ده يوم ما هتعمله هتبتدي تفكر زي أوروبا في السيزون تيج او البطاقات الموسمية انت ليه مش عارف تعمل بطاقات موسمية لان ما عندكش ملعب انت مش عارف سعة المقصورة اللي هتبيعها كام مش عارف الرقم الكرسي اللي هتبيعه فين كل مرة ملعب غير التاني فانت لما هيبقى عندك الاستاد بتاعك الخطة بيبقى فيهم مقصورات مقصورات للبيزنس منت او رجال الاعمال بيختار انه ياخد زي مكتب له مكتب يشتغل منه طول السنة وبعدين يلف الكرسي يلاقي نفسه بيتفرج على ماتش فيعزم اصحابه ويشتغلوا لحد معدل صفارة ويرجعوا يكملوا اجتماعهم ويتفرجوا على المباراة دي بتعمل مئات الملايين الحاجات دي مناطق مناطق بره فيه ناس بتخش خمسة خمسين الف طب فيه عندك عدد اكبر عايز يشوف ويحس بالقهارات وانه لكنه موجود في الاستاد بتتعمل مناطق بره ملحقة بالاستاد وقريبة منه تبقى سامح صوت المباراة وانت بتعيشها على الشاشات من كافيتريات او اماكن مخصصات افكار كثيرة جدا نهيك عن المتحف وطريق التسويق وازاي يتحاول انك انت تتويحه كثقافة امام الشعب يشوفوا النادي الاهلي دات عمل ازاي وعندنا الحجرات المكدسة للتروفيز الجوائز اللي مش رأيه فرصة انها تتعرض يعني مخازن ضخمة جدا مليئة بهذا الامر كابت الخطيب في المؤتمر في كشف الحساب استعرض بقى انجازات الكورة الكورة عملت في هذه الدورة نشوف اللي تقل من اربع سنين وهدفنا اللي كان واضح جدا ازاي بطولات الرسمية بالنسبة النادي الاهلي تكون فيها زيادة لدولاب بطولات النادي الاهلي اعتقد كان من اهمها البطولة الافريقية اللي ربنا اكرمنا الحمد لله بطولتين وراء بعض وفيه حتى وصلنا كمان نهائي ما وفقناش فيه في الاربع سنين يعني وصلت نهائي ثلاث مرات اكسرت بطولة وخدت بطولتين ودوارت في كورة القطر لكن من اللي احنا شوفنا هذا برضو لازم ان احنا وفيه شكر واجب شكر واجب ليه الجيل ده الجيل ده من اللعيبة الجيل ده حاجات كتير جدا في ظروف صعبة جدا انا بشكر كل اللعيبة وكل واحد فيهم لان كل واحد فيهم الحقيقة عمل يعني اقصى اقصى ما يمكن علشان يساهم في رفع اسم وتاريخ النادي الاهلي واضافة تاريخ للنادي الاهلي وده انك انت دايما تتذكر يعني تدي الفضل يعني انا بيعجبني جدا الدكتور حسام موافي عامل حاجة بمركز على جبر الخواطر اه جبر الخواطر تبالك دكتور حسام موافي اهلاوي قوي اهلاوي جدا ده كان حرس مرمى في فترة من فترات الاهلي اكبرني اكبرني السنة اللي فاته تفرج على ماتش قال لا انا جايلك بس عادة تفرج على ماتش وانت ما بتتفرجش تبالك حسام ماتش تفرج عشان ماتش لا اهلاوي طبعا جدا وله اراءة يعني لا لا متابع متابع جيد ده ما هو بيقول ايه جبر الخواطر جبر الخواطر اهميته ايه اللي بيعمله الكابت غطيب انه يشكر الناس يشكر اصحاب الفضل هو ابتدى بالكورة ابتدى بعنصرها ابتدى كل واحد فيه ما عندكش فكرة كلمة طيبة احنا كمصريين بتؤثرنا اهم من الفلوس لدرجة ان المثل الشائع جدا لقيني ولا تغديني يعني بس قابلني كويس مش مهم انك انت تغديني وانت مكشر ابتسم وانشاء الله ما تغديني لان دي اللي بيشحن بطاريات الطموح وتديلك طاقة انك عايز سيدي كل لجواك وتزود الارتباط وتزود الاخلاص وتزود اما نتبادل مع بعض كل ما هتديني مصالح وكل ما تحقق لي بطولات كل ما هقدرك ماديا وادبيا فعندما تأتي لحظة التقدير الادبي في حساب ختامي كانت كلمة مهمة جدا يعني اشهد بيكابتن سيد طبعا وده لحقه قوي وهو استحق هذا الكلام وقال من ألمع أبناء النادي الأهلي وقرنه بالعظام كابتن سابط البطل والعظماء في هذا المكان أشهد بمصر المسلماني وأنجزاته ولا يجب أن نقيم الناس أنها جابت تسعين في المية مش ماء في المية طب نشوفه بيشكر كابتن سيد عبد حافظ نشوفه كابتن سيد الحقيقة يعني واحد برضو اللي عايز أقول عليه ابن اتولد جوا النادي وتولد جوا النادي وتأسس بمبادئ وقيم النادي الأهلي سيد اشتغل معانا من عشر أو اثناشر سنة في مراحل مختلفة في كرة القدم في كتعات مختلفة في كرة القدم الرجل قال لا تأفف ولا قال لك دي صغيرة علي ولا قال لك ما قال لك ده خالص الرجل اشتغل إنه بيشتغل للنادي الأهلي الرجل اكتسب خبرات كبيرة جدا لما اكتسب خبرات كبيرة جدا بتضعه دلوقتي من أفضل مديرين الكرة اللي مروا في تاريخ النادي الأهلي تحمل الكثير وفي نفس الوقت عنده من العلاقات مع العيبة ومع الأجهزة اللي مرت عليه عنده علاقات متوازنة جدا وعلاقات تضيف للنادي الأهلي فأنا برضو بشكر كابتن سيد جدا جدا يعني ده كلام اللي أنا أقول لك إن الإشادة بالكابتن سيد ويستحق أيضا أشاد مصر المسلماني والإشادة بالمصر المسلماني في هذه اللحظة مهمة جدا نسمع بنلاعب سانداونز في مصر كسبنا الماتش 2-0 رجعنا في الطيارة كان فريق سانداونز معنا وأنا قاعد كان مستر بيتسو مسلماني كان موجود يعني جنبي يعني وتكلمت مع المدة ديئة أو ديئة أو نص حسيت بمدى حبه وتقديره للنادي الأهلي وتاريخه وحسيت إن عندي يعني من الخبرة الشوية بصدق مشاعره وبصدق إحساسه تجاه النادي الأهلي لما جئنا محتاجين إن إحنا نفكر في كوتش كبير يناسب النادي الأهلي ويناسب المرحلة اللي كانت كنا محتاجين فيها كوتش بهذا القدر من التاريخ ده واحد من أفضل خمسين مدرب في العالم الناس بحضراتك وبعارفين ده ده مصنف فإحنا لما حبينا إن يكون موجود كلمته أول رد فعل إنه موجود إنه هو حابب النادي الأهلي وحابب يكون موجود في النادي الأهلي وعمل تاريخ في جنوب أفريق وعمل تاريخ في سانداونز كان عاوز يأخذ يعني يضيف تاريخ آخر مع على حد قوله مع أعظم نادي في القرن وأعظم نادي في أفريق طيب أهمية الكلام ده أولا الكلام اللي قاله كابتل خطيب ده جاوب على سؤال كان قد طرح ولم يجب عليه أحد هو كابتل خطيب إزاي هده تفكيره إلى مستر موسماني يعني إنت سايبك بايلر وإنت بتفكر الناس عمالة ترشح بقى من أوروبا كالعادة أو من ألمانيا أو من أمريكا إلا تيني ففاجئهم جاب لهم حد من أفريقيا وتحديدا مستر موسماني اللي قاله كابتل خطيب ده معناه إيه إنه هو من خلال دي أو نص يتكلم معه وهو راجع وكان الراجل لسه مسؤول في ساندونز الدالو انطباع الله الراجل دالو الشغل في النادي الآهلي بهذا الحب وهذا الكفاء وده مصنف من خمسين أحسن وخمسين مدرب على مستوى العالم وقد كده بيقدر النادي الآهلي لا ده حييجي بطموحات مختلفة وقد كان وقد أفلح وقد صدق كون بقى في عوامل يعني ما سعدتوش أن يكمل المية في المية ده كلنا مدركين كلنا مدركين والناس اللي تفهل سيقولك أربعة تلاتة تلاتة عندهم حق إن هي ربطوها بإن كل ما نلعبها يحصل كده لكن هي ما بتتقداش بالشكل اللي هو في ذهنه ليه لأن فيه حاجة اسمها إرهاق شديد جدا فيه حاجة اسمها تشبع فيه حاجة اسمها إنك بتلعب وراء بعضك حتى ذهنك مش مستوعب إنك أنت تقدر تلتزم بكل التعليمات في كل يوم حاجة لك لحظة شروط لحظة عدم تركيز دفعنا تمانها في المباراة الأخيرة لا وما فيش مدرب في العالم بيكسب كل البطولة يشارك فيه لا ما حصلش أيضا بنحلل الأسباب إنما وقد يكون أخطأ وهو قال لك أنا عنده أخطأ عنده أخطأ ولكن تعلمت واستفدت من ضمن بص يا أستاذ إبراهيم الخطأ بيبان بعد اللعبة ما تحصل يعني حارس المرمة لما تتشاطله كده يقول لك لو كنت ترميت كده وتوقعت وكنت تصدّط آه بس هو أنا وقف أنا مش عارف حين تتشاط فيه الخطأ بيبان بعدين فسهل جدا على الكلام على الخطأ عندما يحدث لكن أنت تققيه ده عايز بقى كل الخبرات وعايز كل الظروف الملأمة طيب الأهلي مشكورت قدم بس وعضاء النادي عارفين كده عشان كده أجندة النشاط الرياضي من مجلس الإدارة الألعاب كتيرة الناس يدوب مهتمة بلعبة أو بلعبتين اللي ماتشاتهم بتتزعى التلفزيون والسوشيال ميديا بيتكلم فيهم لكن الناس ما تعرفش بقية تفاصيل النشاط الرياضي وبطولاته النادي الأهلي في هذه الدورة في خلال الأربع سنين 3163 ميدالية زهبية ما شاء الله ده كلام الكابتن محمود الخطيب بالنسبة للنشاط الرياضي الإلعاب الأخرى غير كرة قدم نشوف مع حضرتكم النهاردة النادي الأهلي في الأربع سنين يا جماعة 3163 ميدالية زهبية في الأربع الفردية ده رقم ما فيش مش في العالم ما فيش حاجة كده يعني لو جمعت أندية العالم كده مش أجيب الأرقام ديت كمان في اللي هي بقى البطولة خلال ربع سنوات بطولة بطولة بقى 322 بطولة رقم مفزع يا ملوك الصلاة لعبة النادي الأهلي رقم مرعب بعض الفرق دخلت موسوعة جينيس زي كرة طايرة صحيح بعض اللاعبين عملوا تاريخ غير مسبوك على مستوى القرى وفي كل الألعاب يعني مقارنة بلاعب مصري أو أفريقي عمل كل هذه نجاة زي كابتن أحمد صلاح ما حصلش لأي لعبة في التاريخ في أي لعبة جماعية في أفريقي صحيح فكل هذا النجاح ما حدش شايفه من كتر الشوشرة الإعلامية والدنيا اللي هي بتاخدك في علامها الإفتراضي الحقائق دي بتطمس ولذلك احنا بنبقى مهتمين أو معنيين أو كل شوية نتصدى ونرد ونعمل علشان الواقع بتاعنا محتاج تسويق أفضل من اللي بيحصل ده والحقيقة قمة الوفاء يمكن اللي بيشكر الناس اللي عايشة أهو علاقات إنسانية متصلة والناس بتحب تسمع كلمة شكر وعرفان حتى وإن كان لا شكر على واجب لكن الحقيقة قمة الوفاء والنقاء شكر من رحل نشوف شكر الكابتن خطيب للمستشار حلمي عبد الرازي عليه رحمة الله الإدارة الكورنونية كان برئاسة مصر محمود فاهمي كلهم ناس بتشتغل بدون مقابل ناس بتشتغل بحب للنادي الأهلي هم دولة الناس اللي هتكمل مسيرة النادي الأهلي وهنا كان فيه أذكر لحضراتكم موضوع واحد بس لما تسلمنا الإدارة كان علينا حكم على النادي الأهلي حكم ب134 مليون و750 ألف النادي الأهلي يتغرم متغرم بالحكم دول في قضية مسك طبعا لما عدنا ودرسنا الموضوع هي برضو من ضمن الإدارة المحترف طب مين أفضل ناس جبنا من نفس المحمود فاهمي والأجلاء الموجودين مش عايز بس أذكر أثنين وعشان أنا مش عايز بس أذكر أثنين وعشان أنا مش عايز بس أذكر أثنين أو لا الحقيقة يعني فا وإيه تعاملوا مع الموقف ده وهنا رحمة الله عليه مشار حلمي عبد الرازق كان ليه فضل وكان ليه دور كبير جدا في إلغاء هذا القرار وشلنا من على النادي الأهل أو شال مع لجنته مع إدارة مجلس الدارة إحنا آخر ناس اتشال غرامة تقريبا تقرب من مية خمسة وتلاتين مليون جنيه على النادي الأهل ده بس أحد الحاجات لكن كل القضاء اللي دخلنا فيها الحمد لله مجموعة المنطقة دي كلها حاجات بالله كان فيها نجاحات واضحة جدا بالنسبة للنادي الأهل كويس أنه جاء لذكر للراحل الرائع الصديق الشخصي المستشار حلمي عبد الرازق اللي ارتبط به يوم ما ترفعت قضية عن النادي الأهلي اللي اتطعنا على انتخابات النادي الأهلي وخسرناه في أول درجة وجاء بفكرة قانونية ألهمتنا أن احنا نكسب القضية بعد كده ثم يعني عرضت عليه أنه يشتغل مستشار قانوني لإدارة التسويق معنا والله الحمد لله ما خسر قضية دخلها على المستوى المحلي أو الدولي ما خسر قضية من أشهر القضية طبعا قضية كابتن عصام الحضري كابتن حسني عبد الرب واللي كسبها لحد النهاية حكم نهائي من الكاس أنه من حق سرازبورج قضية مستدوجة أنه كنت تترافع بالنيابة عن سرازبورج عشان أنت الشريط من السرازبورج فإبق أنت خلق وكسبناها لكن نظامنا الإداري في إدارة كرة القدم كان له رأي آخر ودي قضية تانية حتى يعني قضية مسكة دي في قضية خطيرة جدا لأنه هو وهو ما يتم تداولها إحنا خسرناها قبل كده وكان دايما يقول لي حنخسر قضية لو مشنا في الطريق ده حنخسر وأنا يا جماعة عادني بس وكنت أروح لأصحاب القرار المستشار حلمي أنا والله أذكر أن أنا في مكتب المستشار المنسي محمود طار قلت له أطلب حلمي قال لي هو ليه ما بيقول ليش قلت له أطلبه حسن معك دلوقتي على التليفون قال له أنا عندي أنا اللي كاتب العقد بتاع القناة وأنا اللي عارف هنكسب القضية دي إزاي وبعدين لا يعني اللي حصل إن القضية خسرناها لأنه كانت في حوزة طاقم آخر من المحامين وبعد كده لما جه كلفة بيها كسبها كسبها بالمنهج اللي كان عايز يمشي فيه هو الرجل اللي كان بيحب النادي الأهلي وكان من لعيب كرة اليد في النادي الأهلي عرفني عليه المهندس الشانس عيد وكان الرجل يعني رحمة الله عليه شديد الإخلاص والحساسية في كل ما خص النادي الأهلي يعني جبر الخواطر إنك تذكر الناس حتى بعد وفاتها أهليهم يطمئنوا ويعرفوا إن المشوار بتاعة ذويهم ما ذهبش سوداء لم يضع سوداء ده كان كلام مهم جدا هنطلع الفاصل وبعد الفاصل تفاصيل أخرى في أيام الأهلي أهلا بحضراتكم من جديد وما تخافش على الأهلي طالما قيمة الوفاء وقيمة العرفان وقيمة الامتنان موجودة عند رأس مجلس إدارة النادي الأهلي إنه تقدير كل من أعطى شكر لكل من أنجز وأيضا مصرحة الجماهير والأعضاء بكل الحقائق بالأرقام كابتل محمود الخطيب وهو بيشكر كل من أنجز أو من ساعد في إنجاز مهام مجلس الإدارة خلال الأربع سنوات لم ينسى المدير التنفيذي للنادي العميد محمد مرجان لغاية لما أنهى مهمته على خير في مجلس الإدارة أو في العمل التنفيذي للنادي الأهلي ووجهه له الشكر نسمعهم إدارة التنفيذية في النادي زملنا وابننا العميد محمد مرجان محمد الحقيقة محمد من الناس اللي اتولدت جوا النادي من الناس اللي ساهمت مساهمة جبيرة جدا كرياضي وكمحب للنادي وكمان كإدارة فمحمد أنا بذكره جدا لأن الفترة اللي هو كان موجود فيها وأنا الوحيد اللي ممكن أبعارف إيه الحاجات اللي هو تصدى لها محدش يعرفها غيري فمحمد كان الحقيقة كان من حتة أو من مناطق اللي حماية لحاجات كتير موجودة جوا النادي فأنا بذكره جدا جدا لقد رسالته على أكمل واجه بالنسبة لمحمد الحقيقة اللقطة دي مهمة جدا مهمة ليه؟ لأن من أروع الحاجات يا أستاذ إبراهيم أن تشعر تاني نخودها بقى إيه؟ أن الناس شافتك صح وأن الضارة اللي أنت عملته مش معنى أنك مشيت تتنسي المغادرة ممكن تبقى بالجسد وممكن تبقى بالروح وممكن تبقى بأنك أنت سفرت لكن أن يتذكرك الناس بالفضل وبالإشادة لما قدمته ده شيء رعا جدا 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 وأعتقد دي سمات النادي الأهلي ولذلك يعني الحمد لله الحمد لله لما بنقول حبه الأهلي زي ما لقيتوه لأنه هو كده هو تبنى كده الناس شايفة بعض صح حتى التنافسية ما فياش حق التنافسية فيها رفق وفيها كله بيتمنى الخير لغيره وتلاقي الأجيال طالعة بتسلم بعض بتسلم بعض بشياكة وبتقدير لأنه عارفة أنه ما حادش حاكل حد أم يجي الأستاذ محمد مرجاني وبيقعد وبيكرم من رئيس النادي بقول له أنا اللي عارف أنا اللي عارف وعمل إيه والملفات الصعبة اللي قدر يحمي النادي الأهلي فيها ويقدر يقوده فيها يعني رجل تنفيذي إلى بر الأمانة والسلامة لأن محمد كان ماسك من ضمن الملفات الملف الأمني يعني وبيأمن المتشاط بيأمن طيب السفريات عمل دوره ومن حقه يا أخي يسمع الكلام ده وزي هذا أسلوب ينفرد به النادي الأهلي وعشان هذا الأسلوب اللي بينفرد به النادي الأهلي الصورة بره إيه المهندس فرج عامل رئيس نادي سموحة كيف يرى الكابتن حسن حمدي والكابتن محمود الخطيب نشوفه alid من أفضل رئيس للنادي أو الله إن كنت أحسن رئيس معاصر أنا من وجه نظري الكابتن محمود الخطيب لأنه مسالم جدا مسالم جدا وطيب جدا ومؤدب جدا وعنده قدرة غريبة عن حاجة غريبة قوي يعني هو لو عايز يقعد صامت 48 ساعة يقعد صامت 48 ساعة خاتبه لك وراجل يعني بيعرف ربنا في تصرفاته في أخلاقه وفي شغله وفي أمانته وفي بيته وفي رجلته هو راجل محترم والله أنا بقولي شهادة للحق يعني هو المحمود الخطيب ده أنا أعرفه من سنين السنين السنين يعني راجل محترم بمعنى الكلمة ما أجمل أن تكون هذه صورتكم في عيون الآخرين يا خريج مدرسة الأهل العريقة يا رموزها يلي مشرفين ومتشرفين بالمؤسسة التي تفرز مثل هذه أنمازك أنا مازك اللي بيقيمهم رئيس نادي بحجم نادي سموحة عمل كل هذا التقدم لنا سموحة بالمناسبة يعني بنقوله الحمد لله أنك رجعت إلى السباق الانتخابي وربنا هيئة الخير اللي نادي سموحة بإذن الله في كل خطواته المستقبلية طيب ممكن حد يقول بس مهندس فرج عامر راجل أهلاوي وكتير لما بيعلن أهلويته ده صحيح وبيعتز بيها زي ما بيعتز بسموحة وحرصه على إنجاح سموحة وتحقيق أفضل المكاسب لسموحة طيب إذا كان المهندس فرج عامر أهلاوي كابتن أحمد حسام ميدو نسمعه صورة الكابتن محمود الخطيب تعرضت فيها لهجوم كبير شفتها إزاي؟ شفتها إن في ناس باعت في الفترة الأخيرة في السنوات الأخيرة باعوا للجمهور إن الزمالك والأهلي عداء وإن الكرة حرب وأنا ضد الفكرة دي أنا ابن نادي الزمالك ولكن عمري ما كرهت الأهلي عمري ما عنديش حتة بالعكس أنا بحترم في الأهلي إن النادي الأهلي عرف إن هو يرسم مبادئ ويرسم خطوط عريضة يقدر رسم العظم اللي يقدر أو بنى العظم اللي يقدر ينجح به حيب كابتن حسام حمدين؟ طبعا كابتن محمود الخطيب طبعا بحيب كابتن محمود الخطيب وأنا بالنسبة لي كابتن محمود الخطيب مسأل أعلى لكل لعيبت الكرة صح وبرفض أي إساءة لي إن أنا أخلي بالك واحدة من حروب حياتي إن أنا أثبت إن العيب الكرة المثقف يقدر يبقى رئيس يقدر يبقى رئيس ويقدر إن هو يدير والكابتن محمود الخطيب خير مثال للفكرة دي هو يعني أنا بس عايزة أتوقف في الحقيقة إنه لما قال ناس روجت لفكرة الكراهية بين الأهل والزمالك وإحنا قلنا تجار الكراهية لأنهم بيتربحوا منها والحقيقة إن لما يتردد مثل هذا الكلام عند ذكر رموج النادي الآلي والتقدير الذي يحظى به كابتن خطيب فيه واحد زي كابتن ميده من يعني من هام اللاعبين اللي ظهروا يعني خصوصا في فترة الأخيرة ساحب تجربة احترافية رائعة وكان يستطيع أن يصل إلى أفاق أبعد من اللي وصل لها كتير جدا يقولك ده مسئل الأعلى وكنت أتمنى أن أشوف هذا النموذج في النادي الزمالك ولأنني لعبت الكرة أنا متحيز لما يكون لعب مصقف يستطيع أن يقود نديه بهذا النجاح أيضا عندما تكون هذه صورة رموز الأهلي في عيون الآخرين نتطمن أولا والحقيقة حرص النادي الأهلي على احترام المنافسين دي مسألة رياضية مهمة جدا وشفتوها في المؤتمر من بارع وشفتوها أيضا في المؤتمر الختامي اللي الكابتن محمود الخطيب عرض فيه منجزات مجلس الإدارة احترام المنافسين ده غاية من الرياضة وده مش الهدف أو ده مش حتى أسلوب المسؤولين الإداريين حتى مسؤول النجوم الكرة إيه رأيكو في أفشة الرجل بيتجوز حد من الجمهير عايز يحتفل بطريقة القضية ممكن رد أفشة إزاي نشوفه في الفرح بتاعه هذه التلقائية التي رفض بها أن دي تكون مادة للتهاكم في هذه اللحظة هو ده الرقي هي ده احترام المنافس هي ده النموذج اللي عايزين يعني مراحش بقى سق فيها وحب يكسب لقطة مع الجمهور لا بالعكس استنكر هذا الكلام وقال له عيب والله الكلمة دي لو تقالت في اللحظات المناسبة هتقي مصر شر الكراهية في التنافس الرياضي ممكن حد يقول لك طب ما انت ما بتشوفش اللي بتال يا سيدي خلي اللي يقول يقول لأنه في النهاية الحاجة الكويسة التصرف الرياضي المحترم اللي أفشة عمله بيلقى قبول واحترام وتأدير ناس بتفهم أو ناس حريصة على السلوك الرياضي منهم الزميل إبراهيم فاي اللي عقب على أفشة نشوفه حتة برضو تاني على جنب متوافقة مع شخصية أفشة هو أنه في الفرح حد بيهزر معاه القاضية إيه؟ حتقول إيه؟ قال له عيب بحترم قوي الشخص اللي بيبقى عنده ثبات فعالي أنه ما يستفزش الناس أنا لعيب كورة في الملعب ولازم أكون أخلاقي أخلاق رياضية مش عايز هاللقطة دي مش هتزودني عنده جمهوري لأنه لو أنت مش مصدق كلامي شوف أفشة ولما هو عمل كده قال للرجل اللي كان بيقولها له عيب 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 شوف جمهوري الأهلي تعامل مع اللعيب بتاعه إزاي؟ لأ دي زودته عنده جمهوري الأهلي هو ده الأسلوب بتاع الأهلي أنت كده بتاعنا دي لقطة كنت ممكن معاش يخب باله منها أو هو بيقولها ومش بتخيل أنه حد يعني حينزلها له طوبة لكل نجم وتيحت له الفرصة أنه يركب الترند ومرضوش لمس على نقطة مهمة جدا الأستاذ إبراهيم أنه قال لك شوف تعامل الجمهوري الأهلي مع اللقطة دي قال له أيوة أنت كده ابننا أنت كده بتاع النادي الأهلي هو ده النادي الأهلي طب ليه إحنا رهان البعض على الجمهوري بيحب الشتيمة ويحب الإخلاق؟ ما هو ده موجود وده موجود ليه بالروح للناس اللي نبيع لها الكراهية اللي نبيع لها اللي هي نوع من التحفيل والمكايدة ليه ما ناخدش الناس في صف الرقي اللي بيحتفوا بالقيم وبيحتفوا بالاحترام ويحتفوا بإشاعة الحب والله اللي بيتكلم على إن الشباك عايز كده ما هو فاهم حاجة لا إن الحقيقة اللي بيمشي وراء الشباك عايز كده مش واخد باله إنه هو اللي عمل الشباك زي ما تقدر أنت وقف على الشباك فيه هذا العرض لا فيه شباك تاني كويس والشباك التاني الكويس بتنال من خلاله احترام وثقة الناس أعتقد من اللي توقفه عند لقطة أفشة اللي فيها هذا الوعي الزميل إبراهيم عبد الجواد نشوفه بالتصرفات اللي بيعملها أفشة مرة وراء التانية تصرف وراء التاني بيحط نفسه في مصاف النجوم يعني النجوم الكبار النجوم اللي بيحتفظوا برصيد كبير عند الجمهور بعد ما بيبطلوا في فرح أفشة حد بيصوره فبيقوله القاضية عشان أفشة يرد عليه قوله ممكن فأفشة بيرد عليه قوله إيه؟ بيقوله عيب معاين إحنا في فرح وزيتة وزنباليتة وعادي تعدي وتمشي وما فيهاش مشكلة ومش بس تعدي وتمشي وما فيهاش مشكلة لا بالعكس دي هتبقى ترند وهتعمل شغله وهتجيب سوكسيه وهتكسر الدنيا هو فنياته بتتكلم عنه فمش محتاج يعمل نمر ومش محتاج يعمل لقطات بره الكورة يغزل بيها السوشيال ميديا دايما تصرفاته وظهوره على السوشيال ميديا بيبقى فيه غاية في الاحترام بيكسب بيه احترام وإعجاب وحب جمهور الزمالك وجماهير الأندية المنافسة قبل ما بيكسب بيه حب واحترام وتقدير جمهور النادي الأهلي فكل التحية وكل التقدير لمحمد مجدي أفشا ويا رب ان كل نجومنا الكبار يحذو وحذو محمد مجدي أفشا فيه تصرفاته تحديدا على السوشيال ميديا طيب أنا برضو الكلام ده يهمني جدا تعال سيد بريم عبد الجوان الذي يرى في مقاله الكابتن أفشا انه نموذج ياخد الناس الى اتجاهات طيبة وسلوك رياضي حميد وما بيروحش للتحفيل ولا انه مفكرش انه يبقى ترن بس اتمنى من كل الاعلاميين زي الاستاذ ابراهيم فايو الاستاذ ابراهيم عبد الجوادي اللي عجبتهم اللقطة دي انه يعني يقوموا اللقطة المضادة اللي على طول بتسيء وعلى طول بتنال منه الرموز وعلى طول بتغازل المشاعر البعض في انه هما يعني لما يسيقوا للمنافس كده يبقوا حبايبنا ويبقوا نجومنا وما اندفعش عن الخطأ تاني ابدا كده نبقى الاعلام اللي بياخد الناس للتنوير وياخد بايد المجتمع وده الوعي الابراهيمي من ابراهيم فايق وابراهيم عبد الجواد بس الحقيقة يمكن ابراهيم فايق كمان قال كلمة مهمة قوي طوبة لمن واتته فرصة ركوبة الترند ورفض لانه كده بيحكم الاخلاق وبيحكم القيم وبيقدم كل الالتزامات والقيم على اي حاجة بقوة اصد ابراهيم اه وده اللي اكد عليه برضو الزميل ابراهيم عبد الجواد والاتنين يمكن حتى ابراهيم فايق كلمة هو كده الاهلي امبارح الدكتور حسن منصف هو بيتكرم لما الزميلة سالح حامد بتقوله تقوله الجمهور الاهلي قال كلمة واحدة انا بقول لجمهور الاهلي ستايل الاهل مختلف شكل الاهل مختلف التزام الاهل مختلف هو ده اللي مطلوب مطلوب ان الناس فعلا تدرك انه وتحب ده انك تكون اهلاوي دي مسئولية مش بس شرف ولا فاخ دي مسئولية لانك في النهاية بتعبر عن نادي بهذه القيم ونادي عنده هذا الالتزام اللي خلاه يوصل للمكانة دي سيد ابراهيم كمان نقطة مهمة انت مضطر تتعامل مع نقاط ضعفك اللي ربما تقودك انك تنبسط من انك تتهكم على منافس او بتعمل ترين انك تبقى قوي لدرجة انك تضحي باللحظة الضعيفة دي وتتغلب على ضعفك فتكسبك مزيد من الصلابة هو دي النادي الاهلي الانتصار على الضعف مش على المنافس وربما كان الجمهور مظلوم شوية في جزئية وده انا بقولها للزمل الاعلاميين ما هو محدش بينقل يا زمل للجمهور الكلام الصح الجمهور بتتقدم له واجبة مسمومة فيها شائعات فيها افتراءات فيها تضليل فيها كذب فيها حاجات كتيرة فانت بتعمل تغزي جمهور وبتغزي الساحة بأكذيب واتهامات وأضليل كتيرة جدا وعايز الناس تكون عندها وعي ويكون عندها ثقة ويكون عندها علاقات طيبة يا اخي قل للناس الحقيقة زي حكاية المدرب الأجنبي في الباسكت أجستي إلحق الأهلي خطف أجستي من الزمالك الأهلي هو اللي لعب في دماغه الأهلي هو اللي عمل الأهلي هو اللي سوى الأهلي قدم إغراء للمدرب الأجنبي وهو في الزمالك أكتر من اللي الزمالك بيدهوله عشان كده خده كلام ده تقال وجمهور بنى وجهات نظره عليه يا زملاء لو حد فيكو كان سأل الدكتور حسين السمري المدير التنفيذي اللي نادي الزمالك عن حقيقة الموقف كان ربما سمع الكلام ده المدرب كنت تسأل سابقه بشي ليه أنا أقولها لك من وجهة نظري أنا الشخصية المدرب المحترف بيحسبها يا كابتن ماجد على فكرة هو كان معروض على الزمالك من الزمالك أعلم الأهل بس أنا مدرب محترف مين الممكن أفكر أنا هعمل أكتر من كده في النادي ده فنروح وابدأ في حاجة تانية خلص كل اللي عنده معنات الزمالك هل هو ضامن ياخد دوري هل هو ضامن ياخد الأفريقية تمام مش أقدر طب ما نروح أغير اتجاه ده فكرة مدرب محترفة فاهمي 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 فتبتنوا معنى إذا كنتوا عارضين عليه كان فوق 16 ألف فوق 16 ألف الله ده دي الأهلي اداله أكتر معرفش ده كان كان الأهلي هو كان الأهلي توصل معه قبل قبل أقل أنت بتقول أقل أقل أنا أعطاك 14 ألف آه أكيد مهم أنت ضعفت يعني هو كان بياخد 6 ألف أنت وصلت إلى 3 أضعاف مثلا أيوة أيوة فأنت هو بيحسبها بيحسبها أيه يعني هو آخر آخر بطولة حقاق معلكم قبل ما يمش كان بياخد 6000 6000 دولار آه أنت عرضت عليه الـ 14 لا عرضنا عليه الـ 18 3 أضعاف عرضت عليه الـ 18 ورفض رفض وخذ الأقل ما أنا بقول لحبك دي بوجه نظر أحب الناس الموضوعيين اللي هم يعني هو زمال كاوي الراجل ده حتى النقاع وكان مسؤول عن نشاط الرياضي وعضو مسؤول دلوقتي من قيادات الزمالك التي تديره ولكنه عندما يتحدث زي الكابتن محمد جبريل بتاعة بيتكلمه بيتكلمه صح طارق جبريل آه طارق جبريل بيتكلمه الصح وبيتكلمه اللي فيدي الناس مش اللي يستخدمون في التحفيل والغازة والأخبار اللي بتفابريكة اللي تؤدي إلى نوع من المفاوضة في العلاقات ودي مسؤولية الحقيقة فأنا يعني وحيي على الشجاعة دي اللي ربما بعض المتشددين يزعلوا منه فيه تطلع بالدفع عن الرجل ما يقول لك مبارح وإحنا بننقل الحفل اللي هو باكر سليم بعت الرسالة فيها قد ايه من الحب والتقدير والاحترام وربما الغيرة من اللي هو شايف وحتى هو قال كده يعني نستخدم بعض الألفاظ تخص الزمالك لكن انبهاره دهشته بالمستوى المؤسفين يا أستاذ إبراهيم الناس اللي فهم مرياضة الناس اللي مش عايزة تدخدغ مشاعر العامة بيتكلموا على كل شيء طيب يحصل قدامهم عشان يقولوا نفسنا نعمل كده مش ان احنا نكسر الكويس عشان نبقى كلنا يعني في الحتة دي ما هدي مدرسة اللي قالك يعني في الزمالك ينوقع على الأهلي دي مدرسة دي مدرسة عايزين نوقع الأسهل ايه انك تكسر اللي أسهل انك تبني طبعا فهو ماشيين في التجاه التكسير بنجاح بنجاح في ايه مع اللي بيحبوا هزا اللغة لكن النادي اللي بيقاوم هذا الكلام ده كله ايه بانه قدم النموذج الناجح مرة وراء الثانية وراء الثالثة بشكل مبهر يجبرك علينا كده تقول لها جماعة بقى ماينفعش كده الناس دي بتشتغل صح الناس دي محتربة قوي الناس دي ليه عاملة كده وإحنا عاملين كده بس والناس دي عايزة تطلع فاصل هيطلعوا فاصل بقى أنا عملهم هيطلع فاصل اهلا بحضراتكم من جديد إذا كان الأهلي وبحمد لله في خلال مجلس الإدارة الحالي حقق التسعة وحقق العشرة فهو يسعى مع بداية دور الأبطال إلى الحداشر بإذن الله تعالى يتمكن هذا الجيل من اللاعبين من تحقيق ما لم يحققه أي جيل سابق في أي نادي إنه يفوز بدور الأبطال ثلاث مرات متتالية ده حيكون رقم يا كابتن سيد يعب حفيز قياسي لهذا الجيل من اللاعبين ونتمنى إنه ده يكون الترجط الأساسي لمسيمان واللعبين إنه ما سبقش حد حتى من والجزء في الجيل الزهبي ولم يحدث لأي نادي في أفريقيا إنه حقق دور أبطال القرى ثلاث مرات على التوالي أعتقد ده إنجاز بإذن الله تعالى لو تحقق هيكون فريد من نوع يا باشمانس بس وإحنا بنتكلم هذا الكلام لازم نشوف خلال الأسبوع اللي فات ده حصل حاجتين لازم ننتبع ما نعودش نهيئ الناس إنه إحنا رايحين نعمل وكأننا لن نلقى المقاومة حاجتين لازم نخلي بالنا منه إن الحدث هيكون فابوظبي أنت بتكلم على كاس العالم اللي عندي إن الحدث كاس العالم ما أنت بتتكلم على على دور الأبطال لا أصلا كاس العالم فابوظبي بتاعة المرة اللي فات اللي أنت أوكي مشارك ما أنا بتتكلم بقى على دي مش اللي جاية أنا بتكلم إن الكاس العالم ده يعني النادي المضيف 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 هيبقى موجود تنساش إن العين الناس يبت الجاهز بطريقة تانية وصل الفاين فإنت دايما قد تقابل يا بطل آسيا يا نادي المضيف إذا استطاعنا يتجاوز الكواليفيكيشن متش بتاعه فبطل آسيا مين الهلال ولا داعي عن النسخة الجديدة البطولة اللي جاية دي النسخة القديمة اللي هي اللي أنت خدت عليها العشرة مين البطل لا الهلال لسه هيلعب بطل كوري دا حيلعب في البطولة اللي احنا فيها دي ولا حيلعب في البطولة الجديدة مين بقى البطل آسيا في البطولة اللي احنا هنلعب فيها مين عايزين نعرف هي بس أنا ليه أصلا أنا معني سحنا في دور أبطال أفريقيا يعني إحنا بنتكلم على وصول ثلاث مرات لدور أبطال أفريقيا كلام انت عايز تنافس فيها بقوة وناس طموحها بتقولك عايزين نكسابها وعلى الأقل نحقق مركز أفضل من اللي حقنا المرة اللي فاتت يهنج الكوري هو البطل اللي هيشارك في بطولة اللي جاية ده اللي أنا عايز أقول إن إحنا المنافس يا جماعة في اللي جاية دي حتوبة خطيرة جدا طيب دوري أبطال القارة دوري أبطال القارة إحنا بنلعب ضربة البداية ده دوري 32 الآلي خد التاسعة وخد العشرة ويطمح في الحداشر إن شاء الله لعب ضربة البداية مع بطل النيجر الحرس الوطني اتعادل الأهلي واحد واحد وعنده مباراة العودة السابت إن شاء الله في مباراة يطمح من خلالها الآلي لدخول دوري المجموعات أنا دائما أرى إنه دوري 32 ده أخطر حاجة أخطر حاجة يعني أخطر مباراة بخاف منها دوري 32 مهما بدأت سهلة الإخصائية مهما بدأت سهلة أنت ما بتوصل في دوري المجموعات أي مفاجأة تحصلك وتقدر تتدركها ومع تقدم المباراة بتقدر تلاقي الرتم بتاعك وتعمل اللي أنت عايزه فأرجو إن إحنا نعدي المباراة القادمة اللي يبدو الناس كلها متصوراها نوزها وليقولك نكسب ثلاثة ونكسب أربعة ونعم مش عارف إيه الكلام ده أنا عايز إن إحنا نعدي المباراة دي بيجي منتهى الصرامة والجدية علشان لما نوصل دوري المجموعات نبتدي نشتغل بطريقة الأهل نتمنى إن شاء الله طبعا جولة الإياب فيها كتير من النتائج المتقلبة لكن حتى فيها فرق كتيرة من الأبطال السابقين أو من من سبق لهم حمل اللقب اللي تعادل برة والخسر برة لكن بيبقى عنده فرص تعوضية زي ما الوداد خسر وصطيف خسر وبولوزداد تعادل الأهل وتعادل سانداونز وتعادل مازنبي وتعادل الترجي وتعادل النجم الساحلي إذن كبير كتير من كبار القرى تعادلوا في جولة الذهاب وعندهم فرص تعوضية نتمنى إن شاء الله تعالى ونسق كل الثقة في لعبة الأهلي وفي مستر بيتشو موسيماني اللي بالمناسبة بيتشو موسيماني فجأة طلع علينا الصقر طلع علينا الصقر أحمد حسن بما لم يره إلا أحمد حسن رح كاتب على صفحته الشخصية بشواندس خاص موسيماني يجمع متعلقاته من فيلا الشيخ زايد بعدما إيه باتت أيامه معدودة داخل القلعة الحمراء الغريبة إنه ده يتكتب في الوقت اللي كابتن الخطيب يثني على بيتشو موسيماني وشفته ببيتشو موسيماني موجود في المؤتمرين يعني موجود يمبارح وبيسلم على كل الأطفال وهو داخل ويشعر بالزهو لقيمة الناد الأهلي والحفاوة اللي بيلاقى بيها ثم في مؤتمر الكابتن الخطيب العرض هتوي تهديك كثيرا بتانتا قبل الحساب قبل استضافة بيتشو موسيماني على طول في داخل في الحفل اللي فات يعني التويتة يوم الحد ثم الكابتن الخطيب يشكر بيتشو موسيماني ويشيد بكل ما فعله ويقول طموحاتنا ايه مع هذا المدرب لكن حتى بمناسبة بيتشو موسيماني ايضا خرج موقع صادة البلد قال مدير اعمال موسيماني بيكشف حقيقة مدرب الاهلي لمغادرته لمحل اقامته في 6 اكتوبر قال حزم الحديد ده حسب صادة البلد مدير اعمال بيتشو موسيماني المدير الفني للاهلي ان المدرب الجنوب افريقي مستمر في محل اقامته ولم يغادره وقال انه تواصل مع عحمد حسن عميد لعيب العالم واكد ان صفحته يديرها ببعض الادمنز ولم يقصده رحيله عن الاهلي مهما يش عارف رحيله على فين واضف انه تواصل مع موسيماني يفاجئ موسيماني الكل ويقولهم ايه انا اصلا الراجل ده مش مدير اعمالي انا ما عنديش وكيل يتحدث باسمي والرجل قابلته مرة لكن ما هواش مفوض هو او غيره بالحديث عني خالص هيب شو اطلق بطة وكالك ان علاقة بالقلم مش محتاجة وسيط ولا حمحتاجه كلام وكلنا عارفين ان مدير اعماله هو زوجته مش هيروح يجيب مدير اعمال في مصر لكن هو يعني مش عارفين ايه سبب ان الكلام ده تم ترديده وأصبح قصة بتحتمل الحوار يعني طبعا الناس كلها انشغلت بالحديث عن موسيماني وعلاقته بالأهل باش مهندس إزاي تشوف علاقة مدرب بالأهل رئيس النادي يأكد على وجوده والكل يشيد بشغله ومع هذا يحدث ده من الإعلام لا بيحدث ده من الإعلام لسببين انت الراجل مرتبط معك العقد اللي آخر للموسم كويس تردده في لحظة ما نتيجة إخفاق في الدوري وفي مباراة السوبر ان كان فيه كلام ان موسيماني يعني يمد عقده ولا طلبته ايه ابتدأ الكلام ده كده فلاقوا كل الأطراب مش من مصلحتهم الكلام ده مفوضات ايه دلوقتي طب ما نستنى لأخر السنة والباب ده يتقفل والعقد ده موجود والعقد موجوده محترمينه وبنحترم بعض يعني هو بيحترم الآله جدا حب الآله جدا واخد بالك لكن الآله جمال بيحبه جدا وبيحترم جدا وكابتن الخطيب لما أشاد بيه قال أسباب الإشادة ايه وانه كان حطه تحت ميكروسكوبه من الديئة ونص اللي قاعده معا في ماتي العودة وهو لسه مدرب سانداون وأنه مصنف من أحسن 50 مدرب في العالم هذا التصنيف بيرد على كلام كتير جدا من الناس اللي بتقيمه عندنا طيب احنا دايما نقيم على لحظة على لقطة على مباراة على نتيجة مش بنقيم على الموقف ككل فحسنا نفعل الاتنين الطرفين الأهلي وموسماني بيغلق هذا الملاب عشان هذا النوع الاجتهادات بقى وناس تخش وتقولك كان يوماني وتفصل يعني حادم الحديدي هو قالك أنا كل اللي عرفته وما روحت يعني قبلته مرة يعني بيستضيفه في قناة هو كان جايبهاله كان لقاء معميده هو كان بزرع عرض عليه قاله انت اللقاء ده هتاخد فيه كذا بتاع التاني اعتبر انه هو كده كان هو تفويض انه يبقى مدير العمل وده مش حقيقي لان مصر المسلماني كل الناس عارفين من مدير العمل طيب عودة للمباراة القالة عادل في مباراة الحرس الوطني في الزهاب لكن هل المسلماني كان سعيد بالأداء أو بالنتيجة الرجل في كتير من المناسبات بيبقى رأيه صريح بعد مباراة الزهاب المسلماني بيبقى رأيه صريح 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 بالطبع هناك فقط أحد الأشياء التي سأقول لديه محبوبة أين سألتون في كل محبوبة؟ أين سألتون فيه على كل محبوبة؟ هل سألتون فيه على كل محبوبة؟ أين تحط البار في المطسط كلها؟ يعني كل الكلام مش سعيد بالنتيجة؟ رغب أنه يتعادل واحد واحد؟ لا أحد سعيد بالنتيجة لكن مش أنت اللي بتتعادل كان ممكن تسعب بالنتيجة لو أنك أحرص هذا في التعادل لكن أنت كان في إيدك المكسب اللي عمل يتكرر ويضيع منك طبعاً حاجة تبقى بتقلق وهو كمدرب مش عايز بقى يقابل هذا النوع المشاكل ما إحنا كذبانين هو؟ إيه لازمته؟ عشان كده بقول لك الناس اللي بتربطها أصلي هو بالضرورة أن كل ملعب بتلاتة لازم أقصد مين قال الكلام ده؟ يعني كن بقى أن أنت على فكرة أنا بصل لموضوع التلاتة ده أن قد يحدث سواكل لما بتزيد المهام الدفاعية على أكتر من حد ممكن نعتمد على بعض شوية يحصل تلبك نعتمد على بعض ويحصل تدخل حتى في المهام عندما العين مش في الطريقة بقدر بتنفذها طيب بالمناسبة كاسر العالم لانديا المهام الدفاع اللي كان أشار لها هي إنفنتينو صرح أنها خلاص تتلع في أبوظبي لكن حيشارك فيها أنا برجع فلاش باك كده حيشارك في الجزيرة الإماراتي بوصفه بطل الدور الإماراتي في المسلم نقول لما تعملت في الإمارات العين استعدلها إزاي فالجزيرة حيستعدلها برضو والأهل طبعا بطل أفريقيا وتشيلسي وأوكلاند سيتي دول اللي تأكد مشاركتهم بطل أمريكا الجنوبية حيكون بين فرقتين من البرازيل فلمينجو بالميراس البطل منهم هيمثل أمريكا اللاتينية أسيا هيبقى بين الهلال ويوهانج الكوري الكاسبان منهم أيضا هيسافر لأبوظبي وغالبا البطولة هتكون في فبراير من العام القادم إن شاء الله وطبعا بالإضافة إلى أوكلاند سيتي وكمان بطل أمريكا للشمالية لسه لم يحسن مونسعد لأشار لجزئية موسيماني هو مين اللي خلاه يلعب بتلاتة فندر وإيه السبب الدكتور طاه اسماعيل حدد سبب سوق الأداء في المنطقة دي كان إيه غياب محمد مجد أفشا لأم عن النادي الأهلي والخمسي في الماء من قوة الهجومين للنادي الأهلي محمد مجد أفشا لأنه على الوقت الوقت للخصوص الصوت الأولاني كان تيبيكا لأنه أفشا يوصل شريف ووصل طاهر مرة واثنين وثلاثة في الوقت اللي كان الديفنس مفتوح وفي نفس الوقت هم متراحلين يهجموا والباقيين التانين حاولين الـ 18 أي قرات طويلة كانت فيها خطولة كبيرة جدا بس برضو الكواليتي بتاع الباص الطويلة قرات طويلة قرات طويلة أفشا قرات طويلة قرات طويلة ثلاثة الملعب كان وحش قوي طبعا فاضطرت أن الكورة تبقى متشعلاء لما أنت بتلعب كورة طويلة واللي قدامك بيلعب هذي يعني بتبقى بتفقد ميزة المهارة اللي عندك يعني أنت لقاء مهر وبقى الصراع هوائي بتبقى عايزة قوة أكتر من المهارة ففي أسباب كتير يعني أنك تروح لها من ضمنها طبعا الشكل الرسم الخطأ لما يتكرر الكورة ليه الكورة تلعت كورة ملاش معنى طب الإبعاد مكانش على جم كان في النص يرجع تاني أيمن أشرف يعمل الإبعاد برضو في النص مش على جم الإبعاد الثالث لورا مش على جم يعني فيه شوات حاجات وبعدين يلبسها مين يقولك هاني نط ما هاني نطت متسبات الكورة لما رحت هنا هاني ماخدش خطوة عشان يقدر يعلم ده نطت متسبات مش دفاعا عنه إنما الثلاث أربعة خطأ اللي قبليه ساعدت على إن الخطأ يلبسه هو لأنه هو الآخر آخر واحد بانت إنه نط أعلى منه هو لواخد خطوة هيقدر يأطلع لكن النطم السبات ما يدكش الارتقاء المطلوب ونرجع نقول برضو اللعيبة لان تبص شوي على الحاجات الرفيعة لأنه ممكن الخطأ البسيط اللي حصل قبلها بنقلتين يكون هو السبب والحقيقة عطفا على كلام الدكتور طهب في تأثير وجود أفشة لأنه ده ظهر حتى الموسم اللي فات اللي بنتمناها على مستر بيتسو موسماني والجهاز الفني خلاص ما هو أفشة وارد جدا إنه في بعض المبارات هيغيب فكرة إن أنا أرجع أغير الرسم التكتيكي ورصة الفرقة بناء على لعب معين غاب شايفين إنه إلى حد كبير اللعبة ما بتبقاش استوعبت وهضمت كل المهام في طريقة متغيرة أو في شكل تكتيكي مختلف طبعا محمد محمود عودته ما شاء الله بإذن الله تكون مكسب كبير ويقدر يسد برضو دي من الحاجات اللي أعزة نقشها أستاذ المهام الناس عمالة تقول لك فين محمد محمود هو أنت عارف متى جهزيته هو أنت عارف إن أنت ممكن أنت الموسمان يفكر أن أنا لما زوجي بلعب بقاله سنة ونصة طول سنتين تقريبا ملعبش كورة أزوج بيه وحمله المسئولية دي ممكن تعمل فيه إيه لما وفقش أو النتيجة أو وفق بس النتيجة ما جاتي صح في حاجات فيه اعتبارات كتيرة جدا في هذا الأمر مسألة كمان إن البلايميكر البلايميكر بلايميكر ما هو أحيانا لازم نفكر إن العالم كله ما بيلعبش ببلايميكر دلوقت خلاص إيبا ما تلعبش بيه على طول لا مش على طول إنك أنت تبقى الاضطرار لتغيير الشكل التكتيكي فجأة ما أنت بتضطر لإن نتيجة إصابات أي وما كانش عندك طرص خلق البديل بقى إحنا بنتكلم في فكرة خلق البديل المتاع إذا أنت لان بتبقى أسير طريقة وإلا ما ينفعش ده أنا ضد الكلام ده لو فرقيتك كومباكت مضغوطة مع بعضها بتتحرك كتلة واحدة لقدام والورا مش هيحصل لك حاجة صدقني لا دفاعيا ولا هجومية إذن هي وجهات نظر إذن هي وجهات نظر مرتبطة باللياقة البدنية مرتبطة بالالتزام الاثنين دول كان بيوصلوك إنك تتحرك كتلة لكن لما تبقى عملي كده كل ما تشتت الكرة بترجع عليك كل ما تشتت الكرة ترجع عليك إذن هي وجهات نظره دي الكرة عموما يا جماعة لكن يبقى إنه الأهل يحتاج لبديل كف قريب من أفشة يؤدي نفس المهام حتى بقدرات مختلفة ما فيش حد بيكرر حد لكن محمد محمود ممكن يكون بديل رائع جدا في مركز صانع الله وليد سليمان لما بيبقى جاهز بدنيا بيقدر يؤدي هذا المهام حتى لبعض الوقت كان عندنا ناصر مهر وتم انتقاله فبالتالي نتمنى إنه يبقى موجود لاعب زي ما الدكتور طيال أنا لما برجع أغير الشكل إذ فجأة بيحصل هذا التلبك إذ فجأة يحصل لكن لما تحط أكثر ميسيناريا الشخص عبر حافظ على شكل الأداء مع اختلاف العناصر محمد محمود ممكن يكون مش جاهز عشان يلعب مباراة كاملة بس يقدر ياخد شوت يقدر ياخد جزء من المباراة وغيره ياخد جزء نتمنى إنه ما نقعش في مطب غياب أفشة يهد الشكل التكتيكي ده اللي حصل للموسم اللي فات في بعض المباريات ومع هذا تعادل الأهل في النيجر حازم إمام أو الكابتن حازم إمام شافه إزاي أفراد الحرس وطاكشو طلقوا أفراد كويسة وعندهم قوة للعنف ده خلي عكس الأهل تخاف شوية في أي كورة مشتركة بشير رجله أو ما يكتل تمدش للآخر تغييرت وليد أنا شافها مش وحشة لأن وليد لما نزل شوفنا ثلاثة أربع كورة عالجون للمد الأهل هو ما كانش وحش لما نزل وليد يعني إحنا شوفنا وليد شوية تلاثة أربع كورة عملهم أو ظهر في الكورة ولعب دي ولعب اللي قابليها وليعب واحدة بالعرض جوا الجون وراجب طلعنا خط الجون ده في نص ساعة أو ربع ساعة لما نزل أكرم وكده بقيت الدنيا أحسن شوية يعني نتيجة كده مش وحشة طبعا لكن كان ممكن الأهلي يبقى أحسن من كده نجات له فرص كتير واحد كويس بس أنت كنت ممكن تجيب ترى نفسك خالص طيب إحنا برضو هنتكلم على إن إحنا تقييم المنافس إنما يصحش نتقدم عليه وما نطلعش كاسبانين وهو باب يتكلم طبعا الكلام تقريبا اللي أنت كنت بتقوله مش شوية إن وليد يعني في الفترة اللي لعبها قدر يعمل بصمة وتأثير وإن النتيجة مش وحشة بس كانت أحسن هو ده ملخص الكلام مش هنقشى دلوقتي في نقطة مش مختلفين عليها أنت مركز قوي على إن طالما بلاي ميكر لازم يبقى ما خلاص يا أستاذ بريمك أنت مستحملش الخلاف معك قول 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 أنا رأيه إن إحنا لازم نبقى عندنا أكتر من سيناريو نلعب بك مش ضروري كل مرة نلعب بلاي ميكر ودي عايزة إن إحنا في التدريب يا جماعة السيناريو ده لو ما حصلش يبقى السيناريو ده البديل عشان تعمل كده أنا شيء عايزين فطرة إعداد أفضل حيبان شغل المدربين فيها عايزين حالة بدنية تكون فريش وأفضل يقدروا ينفذوا السيناريوات المختلفة لكن في ظل اللي إحنا فيه وتلاح المواسم ما عندكش فرصة ده اللي عايز أقوله ما عندكش فرصة تغير أسليبك أو تدرب على أسليب جديدة لو إحنا عايشين ظروف كروية طبيعية هيبقى المدربين هنا مطالبين كل واحد يوريني بقى قدراته إن يحط لنا أكتر من إسلوم خلاص؟ خلاص كابتن وليد صلاح الدين شافوا الظروف إيه؟ بدنياً واضح طبعاً التراجع إحنا قلنا الآلم ما بيلعبش بقاله كتير الملعب مش أحسن حاجة أجواء صعبة جداً صفر، طيران، إجهاد فطبيعي جداً أي مدرب هيقولك إن الفرقة هترهق هتجي في ديقة ستين ويبتدي المنحنة البدني ينزل لكن طبعاً تعادل يعني كنا نتمنى أن يكون فوز مليون في المية لكن تعادل برضو أحسن من ما فيش وهنا إن شاء الله النادي الأهلي يخلص لا 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 يعني وليد سليمانة هو ابتدى يقولك التراجع بدني وابتدى يقولك الأهلي ما بيلعبش من فطرة مع صفر مع ملعب سي في أسباب لكن هل إحنا حنقبل إن إحنا هذه الأعذار إحنا تعودنا في النادي الأهلي إكسب في أسوأ الظروف ماشي لازم هو ده بقى طموحنا وده اللي إنت بتحاول إنك تقوله وده اللي أنا ساعات أقولك فيه وجهات نظر ربما هذا الحوار شوف إنت أشرت النقطة فنية مهمة جداً لما بيحصل ثلاثة دفندر إنت شفت إنه بيحصل نوع من التواكل كل واحد بتكعتين لو رجعنا بالأخوة بقى الدكتور أحمد ثابت وكل الأخوة المعنيين بالإحصائات لمعظم المباراة اللي لم يكن كلها اللي لعب الفريق مضطرب ثلاثة دفندر وصبنا بأهداف يمكن السبب تدخل المهام يمكن السبب الناس بتتكل على بعض يمكن السبب إنه فعلا إحنا مش جاهزين نلعب كده عندنا عدم استيعاب أو الناس مش هضمة كاف بشكل كويس الطريقة دي في الثلاثة في نص الملعب بقى لنا فترة كبيرة النسق التيك تيكي بتاعنا بقى لنا معتمدين على الفيتس بتاع العربية اللي هو نمر عشر ده اللي لازم أن يبقى موجود الدور ده لازم أن يبقى موجود بأفشة من غير أفشة يبقى موجود شكل الأداب يختلف في وجوده هو ده 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 الواقع اللي أنا معترض عليه تمام؟ أنا معترض إنه أنا بقى أسير أسلوب واحد لو ما حصلش يحصل المشكلة لما العالم كله أستاذ إبراهيم بيلعب أربعة ثلاثة ثلاثة معظم العالم دلوقت وأنا بقول أنا ما كانش عندي بلايميكر بس أنت المفروض تكون لا أسير لعب واحد ولا طريقة واحدة ما بقولش طريقة يعني أنت في وجود لعب معين لو موجود هتفضل تلعب بالشكل ده بنلف حواليها بس هيدي انت آه لازم أن يكون عندك المرونة التكتكية اللي تلعب بالضبط ده أنا بقول أكثر من سيناريو لازم أن يكون عندك المرونة التكتكية تلعب بأكثر من السيناريو بس كمان حتى لما بتلعب بشكل معين يبقى عندك أكثر من لعب يؤدي هذا الدور طيب هل هو عنده وتجاهله لأ هو بيجهز الراجل محمد محمود وعلى فكرة ممكن يا تبص تلاقي أحمد عبدالقادر بيعمل لك الدور مثلا ده أحمد عبدالقادر إيه الأقرب ما عندكش لسه أنك تستخدمه بس عبدالقادر مش مسجل في أفريقيا ايوان هيعمل إيه أنت أسير ظروف معينة أسير ظروف معينة أنا لا أبرر بس لازم أشوف الظروف دي وأنا بنصح يعني أنت ما تيجي تقول لي إيه البديل طيب البديل لسه واحد مش عايز أخطر بي دلوقتي في ملعب بره بالشكل ده أصيب الراجل ده أكثر من مرة وعنده اتنين صليبي أروح ألعبه في ملعب بالمنظر ده لقدر الله يرجع وصاب في ظروف الحر والعرق والفقد الأملاح والملعب السيء مع مجهود مطلوب لا ما كانش طبعا يلعب بيه في المطش ده أه ممكن يجربوا بعض الوقت هنا ممكن لو أنت عندك بقى الوقت أنك تعمل مطشات ودية كنت هتشوف مين البديل الجاهز أو هتجاهد البديل اللي انت عايزه نتمنى الظروف اللي جاية تكون في صالح الفرقة مع كل اللي بنقوله ده جماعة وجهة نظر دردشة في الكورة على رأي صاحب المقولة لا قيمة له طيب ومع هذا الديني حقي يا أخو حاسبنا على العرض حاسبنا على النتيجة حاسبنا على الغياب لكن لما يحصل تحكيم بهذا الشكل اللي رجع التحكيم في أفريقيا لسنين القديمة قوي يبقى ده كلام بصراحة غريب جدا 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 نشوف رأي كابتن سامير عصمان عندنا آخر حالة في المباراة هي حالة غريبة شوية لعيب النادي الأهلي بيجري وزي ما احنا شايفين لعب الكورة لعيب النادي الأهلي لعب الكورة الكورة ده محتسبها ركلة مربا عما نشوف لعيب النادي الأهلي لعب الكورة بعد كده لعيب نادي الحرس الوطني بيلعب بشيء إهمال عالي جدا على لعيب النادي الأهلي عرقالة داخل منطقة الجزاء يعني ركلة جزاء الغريب إن الحكم كان قريب ولأغرب من كده مساعد الحكم رقم 2 كان أقرب كمان أنا بصراحة توقعت يعني لأنني لحظت كمان مساعد الحكم رقم 2 كان هياخد نص خطوة الجوة بعد كده تردد ورجع تاني وغد بال حضرتك فهنا طبعا دي هنا في ركلة جزاء على فريق الحرس الوطني كان لازم حكم مبريح تاسيبها لأن هي دي ركلة جزاء سهلة دي واحدة من النقاط المهمة هو أنت بتحسبني إن أنا لعدتك وصل وحش التمالك أنت قدامك وقاع حسيبها يا أخي زي ما شبتها إنما تبقى شايب فهم مش عارف لأسباب إيه الأهلي بيحصل معا كده على طول ما بيخدش حقه ليه في المتشاط لا محليا ولا برا نقعد كل ماتش نهابر كلينة كلينة وقول لكم ما تتحجيكش ما نتوحش ما نوحش يا سيدي وديني حقه وبعدين قول لي أنتوحش قول لي ما لكش حجة أنت خدت كل حقوقك واخد بالك وما لكش حجة زي ماتش بيرامت مثل اللي تعادلناه أنا تحكمين خدت حقه كويس وما كسبتوش بقلوم نفسي هنا بقى ابتدأ أرجع أركز إن أنا إيه الأسباب ما أنا واخد حقه ما ليش حجة آخر ماتش ده ده مش مبرر لكن ما تجيش تقول لي ما تتكلمش فيدي أنت وحش اللي أتكلم فيدي هو أنا وحش طب هل الرأي التحكيمي للكابتن أحمد الشناوي هو نفس رأي كابتن ساميرو عثمان ولا نشوفه بس يا كابتن خلينا نقول حاجة عشان برضو فيه ناسة تتكلم في السقوط لو بصرت لأكرم توفيق ها هتبصت لقيه رجل بيعدي كرة أتلاقي رجل الولد راحت وعالية سنة وأكرم توفيق بيقعد لحظة التلامس دي مش بعد ما عدا منه بيرمي نفسه إنه ما نفعش يرمي نفسه لو بيرمي نفسه ما لازم بعد تلاقي رجلين الاتنين بانت وبيقعد أكرم زق الزق اللي يخدها عشان يسيطر على الكرة طبع بتاعه بالضبط كده بالضبط كده لا يا أنا عادي أقول يعني هو الحكم يعني هو حسب راكل الجزاء أنا بعتقد إن دي أسهل من اللي حسبها شوفوا خطورة القرة دي أستاذ إبراهيم مش بس تأثيري على المباراة أه وأرجو اللي بكلهاش تأثيري على اللي جاي إنما خطورتها إن انت لسه في البداية والأدوار الحساسة ما ابتديتش وهنبتديها كده إحنا كنا عشمانين للتحكيم الأفريقي يكون يعني شاهدة بعد التطور وبعدين بختنا طبعا ما فيش فار ولو إن الفار الأفريقي أرجو إن نختلف عن الفار بتاعنا اللي أرجو نختاري في السنة جاي عن السنة اللي فاتت ها فهي علامة مقلقة على اللي جاي أرجو الاتحاد الأفريقي أنا شاف الراجل الرئيس الاتحاد بتاع جنوب أفريقيا ما عايز يعمل حاجة فبس تتحطي الكلام ده قدامه بأمانة عشان يشوفوا المسائل دي ويمنع تكرارها بإذن الله في اللي جاي طيب تقييم الآلي بقى في أفريقيا مختلف إيه عن بقية الفرق ده سؤال آله الزميل إبراهيم فاير الأهلي بيتقايم تقييم مختلف عن أي فرقة تانية بتلعب في أفريقيا علشان هو سيد أفريقيا فلما تيجي تقايم النادي الأهلي من عند ليفل سبعة من عشرة السبعة بالنسبة للنادي الأهلي مش نجاح العشرة من عشرة هي اللي نجاح اللي بقوله لك دي قناعات اتولدت أو بقت موجودة من كتر النادي الأهلي ما بيروح وبيكسب فانت لما تيجي تقايم النادي الأهلي وتيجي تقول للناس أصل أصل دي بالنسبة للجمهور النادي الأهلي ما بيفهمهاش أصل فيه غيابات ما بيفهمهاش أصل فيه الملعب منقر ومحفر وبتاع برضو أنا الأهلي برضو حيقولك كده أصل الجو أصل الفريق اللي أنا هقابله غامض ما عنديش معلومات عنده لو أي فريق تاني خارج من لقاء النهاردة واحد واحد هايقولك نتيجي كويس بس جمهور الأهلي مش هايقولك كده الكل هايقولك إنه لأ عشان هو الأهلي فالأهلي زيادة عن أي فريق تاني في التقييم لما هتقايم هتقايم تقييم تاني مختلف اللي عايز أقولهولك إنه مع كل حالة الرفض للمبررات أو الأسباب اللي قادت النادي أهلي للتعادل مفيش ما يدعو للقلق كلمة طبعا صادقة ومهمة جدا ولها يعني أساس من الصحة كبير جدا إنه ما ليش دعوة ما تقوليش أصل ما ليش دعوة إنت الأهلي فيش عاجة اسمها تقولي لملعب ولا تحكيم ولا عنف ولا إصابات ولا نقص ما ليش دعوة إنت الأهلي وده حقيقي النادي الأهلي بتعامل كده طب هو ليه بيتعامل كمان تحكميا كده أخشى بقى هنا دي النقطة أنا ليش شوات حاجات كده افهمني قصدي إيه منها أنا دي تالت مرة عايز أو أكسب عشان تبقى ثلاث مرات متعاقبة في كل مرة نقترب منها يحصل تأثير تحكيمي يمنعك من الوصول إلى هذا الهدف وتذكر مباراة النجم الساحلي العرجون العرجون وهناك هنا وهناك ليك ضربة جزاء لبركات يطرد بركاته وتتحرم منه هنا ده زي ما يكون توجيه واضح جدا مع أنها ضربة جزاء واضحة وهناك تتحرم من ضربة جزاء واضطرد لك لعيب عشان تخسر في ملعبك ويطلع بعد كده العرجون قال لك أسل الجمهور شتامني حاجة غريبة جدا يعني أنا ده كان ساعتها متأسرين بمقولة هو هيقولك أفريقيا ما فيهاش إلا الأهلي أيوة ده اللي عايزة أقوله بقى فكرة إن أنا لما أكسب مرتين لأ كفاء عليك كده هي دي الخطيرة يا عمد دونا فرصة نعمل النظر عليه بالعدل مش أكتر من كده إعمال ميزان العدل أرجو الموسم الجاي نشوف هذا الكلام ده كلام خطير يا جماعة ده كلام خطير وتكاد تشتم منه ريحة إنه يكون فيه توجيه إنه علشان ما يتقالش هي أفريقيا ما فيهاش إلا الأهلي قبل كده يعمل بطلتين كتفوا يزهابوا إياه بالحاكم الكاميروني مع الأهلي في النجم الساحلي في المباراة الأولى بركات ضربة جزاء ولا أوضح من كده مش بس تغضى عنها لا ده بيدي بركات إنظار عشان يحرموا من مطش العودة ييجي في مطش العودة العرجون بقى العرجون واللي عملوا ضربتين جزاء أوضح من بعض طرد الإعماد النحاس سيناريو كان فعلا ريحته وحشة قوي 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 علشان طلع اللي قال هيقوله أفريقيا ما فيهاش إلا الأهلي يا عم أفريقيا فيها الأهلي وفيها كل الفرق بس سدي كل واحد حقه بالعدل نتمنى لكن اللي نتمنى أكتر من اللي لعبتنا مباراة السبت لازم تتاخد بكل الجدية بكل التركيز ما ينفعش نجيب هدف ونستنى فكرة إن أنا أجيب هدف وأعد أدافع عليه أرجوكم دي مسألة في منطقة الخطورة أهم هدف عند الأهلي هو الهدف التاني ثم التالت ثم الرابع فكرة إن أنا أجيب هدف وأكش وأعد أدافع وألعب بثلاثة نص ملعب وأربعة مش عارب فين وندفع الثمن في وقت قاتل دي مسألة في منطقة الخطورة إنك أنت مش الفريق اللي عنده سمة الدفاع فمشواخد على كده شخصيتك ما فيهاش ده؟ أنت لما بتلعب قدام فرق معتادة على الدفاع بتبقى دفاعها قوي جداً ما تعرفش تختارقه هو دي شخصيته أنت مفيش عندك اللعب اللي يعمل كده في الملعب أنت مشواخد على ده أنت خدرتك هجومية ونفيته واسلوب اللعب ما عندكش طريقة دي إنك تدافع به خدرتك هجومية على طول فمتشواخد على هذا الكلام وربي ما ناخد عليه يعني إحنا عايزين الأهل يعبر بقوته وياخد حقه ومش مطلوب أكتر من كده نتمنى نطلع لفاصل وبعد الفاصل هنشوف مشوار تاني مهم عند الأهل أهلا بحضراتكم الجديد دي أفريقيا اللي نتمنى إن شاء الله تعالى كل التركيز للأهل في مباراة السبت تعرفين الأندية المصرية الأربعة عندها فرص للتأهل زمالك بكرة الجمعة بيلعب مع تسكر الكيني بعد ما فاز في نيروبي 1-0 المصري أيضا عنده مواجهة مهمة مع بطل تنزانيا الفريق الموارد التنزاني كان تعادل للمصر هناك أيضا وكذلك البيراميز عنده فرصة هو راخر بعد التعادل زهابا إنه يتأهل لدور السبتاشر في الكنفدرالية ده دور الـ 32 مقرر وفي دور الأبطال دخول دور المجموعات بإذن الله لكن أيامه تبدأ مسابقة الدور الممتاز أيامه نرجع لصراع النقطة لكن الجديد هذه المرة ربطة الأندية اللي بتدير المسابقة هو طبعا تحت المحاك أو تحت الأنظار وكله متأطواق نشوف التجربة دي اللي أرجو أن يعني الرابطة تكون حتى تدارك المشاكل أو العيوب بتاعت المواصم الماضية التحكيم مؤكد إن كابتن عصام لجنة جديدة هو وعد لا مش جديدة هي جديدة وقديمة أستاذ إبراهيم يعني ما يعني إنما هو وعد إنه حنشوف أداء مختلف بالنسبة للتحكيم وخصوصا الفار من خلال التدريب الأكثر اللي حصل والأعداد الأكبر اللي حياتها زود البدلات حل مشاكل المالية زود عدد الحكام المعتمدين من الفيفا للفار يجب أن يزود المتابعة والحساب ما فيش عذر بقى ما فيش بقى غلطة ما تجيش تقول لأصل بشر بالنسبة للفار ما فيش بشر الفار دا عنده زي درجات التقاضي عنده وقت يشوف وبيرجع لكن السوديو تحليلي قاعد في الملعب فالنو بيتغضع عنها دي مسؤوليته هو هتجي تقول لأصل ما شافهاش لا يبقى عددين ما شافهاش إزاي ما لناش دعم أنت قلت كاميرات جديدة عايزين نشوف عدل 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 أي واحد مش هيعدل في وجود الفار أنا بقول لك يحاسب لأنه مش هيبقى سليم النية في وجود الفار الغلطة مش بحسن نية لا طبعا لا طبعا حسن نية هي لأصل ما شافش إزاقة وما جابش إزاقة مش ما شابش إزاقة ده ما جاب لأصل ما جابلوش إزاقة وجابلو اللامسة ده ما جابلوش إزاقة ليه مش عايز يجيب ما ده اختيار انتقائي مريب قال الله ما انت مش عايز تجيبها اه في ماتش يغير ما صار دوري اي في الآخر اي والآن ده ما تحتاجش غير على الاهلي حاجة غريبة جدا يعني مش كده اه ولا بيحصل كل الحاجة قبلها بسبوع كان مجرس دهارة بيتكلم على الاهلي اه وعلى العدل والظلم والتعكيد اه يتظلم ويضبح تحكمين حتى في الملعب ما فيش حد بيحتاج اه طب تقول ايه في آخر الثانية بتحيث يبقى عليه ضرب الجزاء بتضيعوا الماتش وما بيمزعلات طيب مسابقة لأول مرة فيها بقى الاندية تلت الاندية الوجوه الجديدة شركات الدولة ده حيبقى ولعا 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 اش ما يعني انت ما تشوف فيوتشر والا لا دي بداية ايه ده اه والعناصر ده ضمها بس بقينا اجانب اهو فيوتشر وبيراملز ما هو انت بتترجم وفاركو وإستر نكمل شركات الدخال إستر نكمل يعني انت بتدل على الاسم وخلاص وتخش باسم تاني اه هذه العملية يعني لكن فيه امكانيات وفيه فلوس وفيه وفيه ده تدريب النادي الاهلي اه ده مين الراجل الرابط شعر ده افتكرت الرمضان صبح الاول اكتشفت ان الاهلي اه اه جديية انتوا عارفين كمان مع المتطوب بالتثور مع عودة الدور ان شاء الله الاهلي يُشرك بقى كل قدراته كل عناصره الجديدة كل صفقاته كل تدعماته تكون متاحة لمستر بيتسو موسيماني لكن الحقيقة نرجع للدور يا بقى ونرجع للعك والزعيق والكلام اللي مالوش ستين لازمة ليه الاهل ما بلعبش في الاسم عاليا يااه النقعة ما دي لسه طب ولي lure اسم يعيه casos ما بلعبش في القاهرة. طب وليه المصر ما بلعبش في الإسماعيلي بجد بقى. كل واحد مدايقها الحكاية دي قوي. وشايف ان دي طريقة للإيقاع أكتر بين الأهل والإسماعيلي يسأل السؤال. ليه المصري الجار الملاصق للإسماعيلي ما بلعبش في الإسماعيلي. الغرض مرض يا أستاذ براي. ده حاجة غريبة جدا. غرض مرض ماضحة. دي ناس متوقعوا بس. يعني وبعدين يطلع بقى كابتن الزميل علاء وحيد برضو يمشي في نفس السكة. يا جماعة ما احنا قلنا لكم. الأهل مش هو اللي بيعترض. والربطة زي لجنة المسابقات الأندية الأعضاء. كل واحد بيجيب الموافقات الأمنية على المباريات بتاعته. ليه الحرص. ماقول إسماعيلي ما بيجيش للأهل صحيح. والاتنين بيلعبوا المطشين برا. والمصري بيلعب كل مبارياته زهابا وقيابا في ملعب واحد. في برج العرب. ما حدش بيقول كده. بقى ملعبه خلاص. ده ملعبه للضيف وللهو. أنا بقولك هو بيلعب. الفرايح جاي. على ملعب واحد. الفريق الوحيد اللي عنده هذه الميزة. ما بيطلعش برا ملعب. ما حدش بيتكلم. لأنه ده اعتبارات أمنية في تنظيم المسابقة. لكن يفضل الكلام والزن والحرص الشديد جدا على أن أنا أشعل فتيل الأزمة أكتر بين الأهل والإسماعيلي. ليه؟ وكان إلال يحصل على ميزة. هو أنت ليه مصور لي أن ملعبك ده يعني. إلال يعني حيحصل له مصاب لو راح. ما أنت اللي مصدر الصورة دي. بكلمة. ما تيجي تلعبني على ملعبك. ما كنت بلعبك على ملعبك. وقول إسماعيلي ما بيلعب بقيت مبارياته مع بقيت فرق الدورة على ملعبه. يعني. خلينا في اللال اللي هم مركزين عليه قوي. أه. لازم الناس تتحاسب شوية. مش كده. يا أستاذ إبراهيم. لأنه كمان الكلام فيه بعد يا أباش مهندسي. العميد سارواتسويلا. المتحدث الرسمي باسم رابطة الأندية. اتكلم في الموضوع ده تاني اللي كان اتكلم فيه من خمس سنين وهو في اتحاد الكورا. وقابليه مازم مرزوم. بالضبط نسمعه. طب الإسماعيلي ما بيلعبش ليه. طب المصري ما بيلعبش في ملعبه ليه. الأمور دي بحكمة ضعوبة. وأمور معينة. وما نقدرش نتكلم فيها عبر الإعلام. أوز أقول لحظك لا. في حرص كامل. أن كل الأندية يكون على حياة ثامنة وعلى مسافة واحدة. مع الربطة ومع تسيير العمل في الدوري في المرحلة اللي جاية. لكن انت ما نقدر تتكلم بتقول المطش في استاد بورج العرب. طب على المطش التاني هيبقى برضو بتاع النادي الأهلي. مش هيكون في القائرة. هيكون بنسبة كبيرة برضو في استاد بورج العرب. فاللي هيمشي على النادي الأهلي هيمشي على النادي الإسماعيلي. عشان كده بقول لحضرتك الرابطة رغم أن فيه خمسة ممثلين للأندية من 18 نادي. لكن بيتكلموا على 18 نادي على مسافة واحدة. ومش مختلفين وما فيش تعاملت مع حد. يعني دي رسالة لجمهور النادي الإسماعيلي يتأكد تماما ما فيش قرار فيه تعاملت أو فيه قرار بيتاخد ضد نادي من الأندية. ما والله مش عايز على الله. مش عايز أصلي اللي في دماغه حاجة مش حاي. هما طالما وأصحاب الفتنة معروفين. بيتكلموا مازالوا هما هما اللي بيتكلموا في المواضع دي. بحاج غيرهم تاني. لأن أصحاب الشأني بقى زكابتين سيد بازوكا مثلا. شوفوا حيقول إيه. نسمع. هوا الأهلي مش موانع عشتب عارف تبيد عن الأهلي. إنما إحنا بقلنا عشر سنين. اللي بيشجب واللي مش استاء واللي مش عارف إيه. نعرف إحنا عاملين زيك دول العربية. بتأجمع الدول العربية. أول حاجة يشجب واللي يستاء واللي مش عارف إيه. إحنا كده. أول أهلي مش ممانع. إنما كل اللي يجعوا زريع دماغه. الله كتر خيرك كابتل سيد وتعب نفسك. يقول لهم ما حصلش إن الأهلي رفض إن إحنا نتمرن عنده مفيش فايدة. هو كابتل عن المجريشة ورع العرب يقولون. حلب الطلاق إنه ما حصل. حلب الطلاق إنه ما حصل. مفيش فايدة. الآله هاي منع. هو الآله يقدر يمنع. يعني لو الاتحاد الكورة والأمن قالوا الروح يا عف اسمعي سمعي. يملك ومنع. حيمنع إزاي؟ متشايلوش إنه الشيئة ملاش. إنما انتوا بإصراركو ده بالطريقة اللي بتتكلموا بيا. انتوا المصدرين إن فيه مشكلة. طيب بس لو جالنا. يعني حيصل إيه لو جالك أنتوا اللي بتهديدوا كده يعني بالعكس أنتوا لازم الأمور تبقى طبيعية جدا لأن الآلي كان بيروح وكان بيحصل مشاكل وطوبه بتاعه كان بيرجع تاني يعني حتى لكن لما يبقى فيه أمور تخص رؤية أعمق مننا وأكثر مسئولية مننا تعالى عيب أنك تتكلم فيها اللي هو سروة سلم كمان أشار الحياة لنقطة مهمة قوي قال إحنا عايزين الدور الجديد نرجع الجمهور فهنحاول نختار أفضل السبل وأهدأ الأجواء أن نحن ننجح فيها فكرة عودة الجمهور فهنبعد عن أي احتمال يعمل توتر يأخرنا تاني في الملف على فكرة الناس اللي بتقول كده هم مش عايزين الجمهور هم مش عايزين يعني هم يقول لك الله تمالالي عنده جمهور في أي حتة يا سيدي الفاضل والله العظيم الأمور تمشي بطبعتها واللي يحصل يحصل وعايز أسأل سؤال هو الأهلي مكسبش الدوري عشرات المرات في الظروف الطبيعية مخسرش الدوري كتير في الظروف الطبيعية لو الدنيا تمشي طبيعي كل واحد ياخد حقه نتمنى لكن بمناسبة بقى كل واحد ياخد حقه والقرارات فجئنا اتحاد الكرة اليومين اللي فاتوا بقرار بجد أغرب قرار ممكن يطلع من أي حد مسؤول بيدير حاجة أنا بكلمكم بمنتغ صدق وعشان تتخيلوه قالك ممنوع الناشئين ينتقل الناشئ لأي نادي يبعد عن بيته خمسين كيلو متخيلين؟ متخيلين ده قرار ممكن يطلع بهذا الشكل وهقولكو عارفين لو القرار ده موجود من كم سنة محمد صلاح ما كانش بقى محمد صلاح ما كانش خرج من نجريج على فكرة ما كانش يقدر روح يلعب في طنطة المسافة من نجريج جنوب بسيون لطنطة أكتر من خمسين كيلو كان حيفضل يلعب في مركز شباب نجريج تريزيجي ما كانش هيجي من كفر الشيخ للنادي الأهلي ولا كان إنه هيجي للنادي الأهلي أو للمقاولين وكل المقابلات من مغاغة ومن المينيا ومن شيكبالة ما كانش جه حسن شحاتة ما كانش جي من كفر الدوار أحمد شوبر ما كانش جي من طنطة أحمد حسن عماد النحاس إسلام الشاطر كل دول ما حدش كان جيه لأهلي ولا زمالك هل يا جماعة وإحنا بندور على إزاي الأدية ترتقي ولا أحمد فتحي رحل لإسماعيلي ولا محمد عبد الله رحل إسماعيلي بص الخراب اللي هيحصل ليه بقى يقولك الهدف علشان أندية الأقاليم تحتفظ بمواهبها يا سلام ده ممكن ناشئ موجود في قرية ما يعرفش يروح النادي اللي موجود في المحافظة بتاعته لإن قريته أبعد بخمسين كيلو لا حقول لك خليك تمشي بقى في جيبك بالخريطة بتاعت النساء كل حاجة إيه ميزة أن أنا أحتفظ بلعيبي وبعد شوية تراكم عندي لعيبة مش عارف أصرف عليه طب ما أنا لما ببيع لعيب ما أنا بصرف على بقية الفرقة بالذات بالذات المئة ألف والمئة وخمسين ألف ونصف مليون دي بتعمل رواج لأنديت الأقليب دي بتعمل رواج بالدرجة الثالثة والتانية طبعا واخد بالك ففكرة إن أنا تحرمني إن أنا صدر أنت مش بس بتقول لي بيحتفظ بلعيبتك ما أنا مش قادر أصرف عليه أنت بتحرمني من تصدرهم أنت متخيل مثلا لو التحاد الأوروبي خد قرار مشابه بدعوة إن كل بلد يحتفظ بمواب أفريقيا حصل لها إيه أنت متصرح يحصل رواج ده ممكن مواهم كتيرة جدا تنتهي طبعا الشيء اللي يخرج عن الطبيعي وراء فكر وغرض مش طبيعي أنت متخيل إنه حاجة زي دي صدقني الصعيد محدش هيقرب من القاهرة ده بتاع بأن الصوت ما عرفش يجي القاهرة ما عرفش المسافة الفيوم أنت عارف بين المحافظات في الصعيد كل محافظة أبعد على التانية بمية مية وعشرين كيلو يعني حتى بتاع الصوت مش هلع في المينيا وبتاع المينيا مش هيروح بنسويف أنت بتخنق كل بلد لوحديها ده ممكن يحصل يا جماعة وبعدين طب تعال بصلي للقاهرة بقى هالقاهرة اللي فيها أكتر من عشرين نادي في الدور الممتاز والدرجة التانية دول اللي عندهم قطعات نشئين ما تصدرش لعيبة أمب هيجيب لعيبة منين المقولين هيجيب لعيبة منين الأهل والزمالك طلعي على الجيش بترجد الشريعة للدخان خد بقى كل الاندية خد الترسال وخد كل الاندية لا أنا أقول لك لعب كل دول سيادة عن حاجتك هتروح في إيه أه أنت مش عندك لعيبة مختع نشئين وفي ناشي ما بلاقيش فرصته في النادي الأهلي مثلا بيتطر يروح اسكندرية ولا يروح الإسماعيلية ولا يروح أنت مش هتخرج ولا هتدخل ايه الجمود ده؟ أو هتدخل من جوه القاهرة ايه الجمود ده؟ إلعب كله مش هيروح اللابولاء ومبابة والبسطين أكتر من كده نلعب نتنافس على عدد قد كده من اللعيبة وزي ما قلت لكم أنت متخيلين قرار زي ده بدل ما أنت تنعش القاعدة يعني الأصحة بقى لو أنت عايز تنمي المواهب في الناشئين أو في الأقليم ادي الأقليم إمكانيات كافية جدا تقدر تتوسع في الممارسة ادي الأندية في الأقليم فرص وإمكانيات مادية وفنية تقدر يكون عندها ملاعب يكون عندها أدوات ادي لها بنية أساسية دي أس النارة ادي لها بنية أساسية لكن ادي 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 مش هتعمل حاجة المصنوعة اللي تعتمن فقط على العطاء والأغز لكن هيألي طرق وهيألي بنية تحتية وملاعب يوم سابقات ناشئ القوية إنما أنت عادي تقعد الناشئ الموهوب في ملاعب في مركز شباب ما تطوروش ما يتحركش ما تطوروش أنت ما بتخرجوش بره بلده الخمسين كيلو دول صدقني في الصعيد في مراكز بينها وبين بعضها والله ما تفصل على حاجة في زهن اللي عملها لا أنا هقول لك قال لك علشان الأندية ذات الموارد الكبيرة أنديت الأسرياء الكلام حتى فيه نوع من تحريك الحقد الطبقي قال لك علشان الأندية أنديت الأسرياء هم اللي بيكوشوا على العيبة بفلوسهم بفلوسهم يعني اللي المونت سعد لي قال لك عليها يعني في النهاية ما هيديك فلوس تصرفه على بيئة إخواته هو زد ده لو المقصود نادي زد لأنه هو المتغير الجديد جمع العيبة من الأقاليم طيب ما هو بيدفع فلوس لأنديت الأقاليم الصغيرة الفقيرة عشان تقدر تقوم بدورها في الرعاية ولا هيخدهم ببلاش ادي الأندية الصغيرة حق امتلاك الناشئ وحق تسويقه حق تسجيله وحق بيعه عشان يحصل هذا الرواب مش معنى زد طيب بيراميد عمل كده وفيوتشر عمل كده وكل الأندية وقابلين مقيم في عمل كده دي بتخلق أنديها وبتخلق للعيبة هم في الأقاليم دوافع أنه هم يتعلقوا ويشتغلوا يعني أنا بص أي حاجة مش طبيعية وراء غرض غير طبيعي ده قرار رؤوش نتمنى فعلا سرعة العدول عنه حفاظا على الكورة وعلى الغلابة في الأقاليم دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير أن نلتقي في التساعة مساء الاثنين القادم إن شاء الله تصبحوا على خير ودايما وأبدا مع الزين النواد ترجمة نانسي قنقر